السلام عليكم انا احمد الامام وبودكاست جديد وهنكمل كلام في الفرونت اند ومعنا بشمهندس مدحة داود الحالة الفاتر اتكلمنا مع الفي المرة دي يعني انا بقى جيب الناس اللي انا بالنسبالي انا شايف ان هم يعني لو جيه بالي مين بيتكلم في الفرونت اند هيكونوا الناس دول فهو الضيوف اللي هيجوا معنا غالبا في الفرونت اند هيتلاقيهم بالترتيب اللي بيجي في بالي تقريبا يعني فانا مبسوط جدا ان متحت معايا متحت من اللي بيعمل المحتوى مش بس الكونتنت نفسه كويس لا الكواليتي بتاعته كويسة جدا من الناس اللي هي تحسسك اه لا يعني فيه ناس بتعمل حاجات كويسة فانت لازم تبقى شبههم لو لو انت حاولت تعمل حاجة شبه كده هو متوقف قاله فترة بسبب انشغاله يعني بس احنا يعني انا اتكلمت معايا وان شاء الله يرجع تاني يقدم محتوى اللي هو عودنا عليه وحاجات بأمور ادفانس ده اكتر انا مبسوط جدا انت موجود معا متحت منورنا شكرا جدا يا احمد الله التجربة ديت تجربة هائلة اللي انت بتعملها انا عايز اشكرك عليها اللي انت بتعمله دوت مش حاجة قليلة دي حاجة يعني انا شفت كزا حلقة من الحلقات اللي انت عملها وكانت ما شاء الله يعني المعلومات اللي بتتقال فيها والمستوى بتاع الضيوف كمان مستوى هائل جدا فانا اتمنى من كل قلب انك ما توقفش شكرا جدا على المقدمة ديت اتفركت على الحلقة بتاعت الاسبوع اللي فات بتاعت الفي وكانت ما شاء الله مليانة معلومات في الفرونت انت فكانت بري جود انترودكشن اللي انا هتكلم فيه النهاردة ويمكن من الحاجات اللي اسمحتها برضو المضحكة ان انتو اتكلمتوا مرة فات ان فيه فريموركس كتير بتطلع جديدة وكان الفي جاب منشن كده الحاجة لسه مطلعش منها الفيرجن الاولان يسمع كويك الاسبوع ده ما بين حالة بتاعت الفي وحالة بتاعتي كويك فيرجن وان طلعت فيعني دي برضو من الحاجات المضحكة المبكية للناس اللي شغالين فرونت ان كمية فريموركس طلعة كتير وصعب جدا ان حد يكون في الفرونت انت لامي بالدنيا كلها ده ده هيكون شيء مش سهل يعني يحفل فيعني شكرا على الاستضافة يعني جريت لي ان انا اعمل كونتنت مرة تانية الجهاز التجهيزة دي البسيطة ويعني ان شاء الله الحلقة تكون داسمة وفي نفس الوقت خفيفة انا مبسوط بالديسكليمر اللي انت عملته وان هي شوية ادبانسل عشان الناس الجونيورز ما يزعلوش مننا بس هي هتحاول انها تكون برضو مبساطة شوية تكون ميدليبل كده عشان الناس ما تزهقش كويس جدا طيب في البداية قلنا احنا مفترض هنتكلم عن الويب performance من ناحية الفرونت اند فانا متصور في الاول ممكن تدينا انترو كده البراوزر نفسه بيتعامل بقى مع البيجي ازاي والبيجي بتلود بتلود ازاي فقدينا يعني ايه مهد لنا الموضوع لانه غالبا معظمنا اول ما بيجي يشتغل ما بيركسش في الحاجات ده انا بكتب شوية تاجات تاجات دي بلونها الله شكلها جميل انا بقيت front end developer وبقدم على شوز ايه بقى اللي بيحصل ايه اللي البراوزر بيعمله عظيم جدا دي بداية لطيفة خلينا نبدأ بالويب براوزر في النهاية في ناس ممكن تتصور انه هو بيبقى عارف ان ده فايل اسمه وده فايل اسمه css وده فايل اسمه javascript فهو عارف كواس اوه هو بيعمل ايه بالحاجات دي بس الحاجات دي بتتحول عن طريق bits بتيجي في السلك فالسلك ما يعرفش الحاجات دي اتعملت ازاي وفي النهاية ده فايل البرازر بيستقبل الفايل دوت ويبدأ يراه كأنه plain text عشان يعرف ده عبارة عن ايه الفايل ده بيتكلم عن ايه بيعتمد على حاجتين حاجة الأولانية حاجة اسمها mem type ده بيحدد يمكن بتشوفوا دايما اسمه ايه text slash html وفيه حاجة تانية اسمها including utf8 اكتر حاجة مشهور يعني اللي بيبش بها ال html وبالتالي بيعرف ان الفايل الحالي اللي انا جمعته بعد ما عملت له ده واللود ده ما هواش plain text الميم تايب دوت او ال content type دوت هتلاقيه حتى في ال headers في حاجة اسمها con type ال content type دوت بتلاقي text slash html فبالتالي بيبدأ ان هو يفهم ان ده html المرحلة اللي بعد ما يفهم ان ده html بيبدأ يعمل له حاجة اسمها parsing انا حابب ان ابدأ بالمقدمة دي بتاعشان الناس اللي بتشتغل في ال web performance محتاجين قوي ان هم يبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل ورا الكواليس دي حاجة لكم بعدين ليه انت محتاجة تعرفت حاجات اللي هتكلم عنه فعايزين نتكلم عن ثلاث حاجات مختلفة بعد ما البروزر بيقدر ان هو يفرق ما بين انواع الفايلز مثلا html و css و javascript البراوزر بيفهم الثلاث فايلات دولار بشكل كويس جدا اول ما بيقرى ال html بيبدأ ان هو يبارس كل لدوم تري ديت لدفرنت اليمتس divide و h1 و link و كل حاجة باراجراف كل حاجة من ديت بتترجم لحاجة اسمها DOM او document object model ويمكن الفي كان اتكلم عنها شوية في الحلقة اللي فاتت وبالتالي ده بيتحول بالنسباله لobject كبير من javascript javascript لوحدها ما بتفهمش DOM بس هي بترجم tree بتاعت ال html لحاجة اسمها DOM فبقى عندنا tree كبيرة جدا فيها مثلا html ده اكبر تاج parent كبير وبينزل تحتيه فيه head وفيه body تحت ال head مش عارف فيه link وفيه script وفيه مش عارف ايه وتحت ال body فيه بقى كل ال application بتاعك بيسيب تري دي على جنب وبعد كده هو بيرندر كده خبط في link tag بيقول ان انا والله عايز اقرأ ال styles بتاعتي بالفايل الفلاني في css فبيبدأ اي ارى css يروح يدوم اللود الفايل فطبعا اللود الفايل بيجي على طريقة انه هو برضو شوية bits بيقرأ الميم تايب الميم تايب بيقول انه هو css file فبيبدأ انه هو يعمل حاجة اسمها css om او css object model يحول برضو css لتريك بيره جدا للستيلات فده دلوقت ال body ال body انا كاتب جواه style بيقول انه هو background مثلا اسود فبالتالي هيكون عندي دماية او نود موجودة في التري دي بتقول body وتحت ال body ده ال styles بتاعته بقى عندي tree كبيرة للدم tree كبيرة للcss بيبدأ البراوزر يدمجهم مع بعض بحيث انه يعمل ترتيب للريندرينج اللي هيحصل من اول ما هو دلوقتي عمل بارسنج لكل حاجة الترتيب ده بيبقى حاجة اسمها rendering tree فلاقى مثلا html بحيكى لقى body فبص في ال css او ام لان في بادي لي ستايلينج فبيحاول يخلي ال body اللي ستايلينج بتاع البادي ده يترندر في نفس الوقت اللي بيترندر فيه البادي فيبدأ انه هو يرسمه على الشاشة الموضوع ده معقد جدا ولكنه بيحصل عادة في جزء من الثانية فالناس مش بتلاحظه بس ده كله بيحصل في ال background البارسنج دوت لذلك انت بتحتاج ساعات ان انت يقولك ايه عايز تحط مثلا css يبقى سريع شوية في ال rendering بتاعه احيانا ممكن تحطه in line او ممكن تحطه مثلا في ال head او critical css بتحطه في ال head عادة بحيث ان انت يلود اسرع والبارسنج بتاعه ما يخدش وقت في ال download بتاع الفايل وبعد كده يخد وقت في ال parsing لا القصة ديت ممكن تحصل اسرع شوية طالما هو موجود طيب دي اول بالتاية ال html و css ازاي بيلود ده بيحصل بقى على مراحل مختلفة او الحاجة بعد ال download وال rendering tree ويبدأ عملية rendering ويبدأ بعد كده ان هو يعمل reflue لو حصل اي تغيير في ال css later on ب reflue ال page كلها layout ف لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي مفيش نقطة javascript موجودة بترانب ال application بس كل حاجة مرسومة على الشاشة ال pixels كلها واللي انت شايفه حتى الشاشة اللي انت بفرج علينا منها دلوقتي ديت كل حاجة من اللي مرسومة قدامك دي حصل لها ال process دي DOM css on وبعد كده تعمل لهم rendering tree وحصل لهم rendering واحدة بواحدة بعد كده يجعلنا حاجة ثانية مهمة جدا في موضوع rendering زي ما احنا عارفين browsers عموما هي عبارة عن single thread هي مش multi thread بيسموها main thread وبالتالي هي بتكون دايما مجغولة بانها تعمل كل حاجة في ال application سواء parsing HTML سواء parsing أو downloading لجواسكريبت سواء ان هي بترسم حاجة بترفلو كل الكلام ده بيحصل في مكان واحد اسمه main thread حتى لو انت لاحظت هنا لو فتحت في ال performance tab عندك في البراوزر هتلاقي ان في معلومات كتير قوي هنا ده يعني ممكن اعملها حلقة لوحدها اصلا نتكلم عن main thread بس بس اختصارا المين thread هتلاقي هنا قدامك في task كبيرة جدا ال task دي بيكون تحتها taskات متقسمة او ال task هنا قدامك مثلا ايه في parse ال HTML ده بياخد وقت طويل قوي في ال parsing زي ما انت شايف تحته بيعمل حاجات تانية قابل وهو بيبارس في ال HTML script tag javascript وراح جاه يراح عامل evaluate لل script وبعد كده بيروح يعمل بقى المراحل التانية بتاعت ال javascript زي ما نشايف طول ما دي بيسموه flame charts اللي قدامك ده طول ما دي اطول كل ما نبقى احنا مش مش ماشين كويس احنا عايزين دي تكون اقصر شوية طول ما دي اقصر ده معناه ان احنا بيكون عندنا بتعمل taskات صغيرة كتير بيحصل حاجة زي round dropping كده هو المين thread بتروح تعمل حاجة وترجع تروح تعمل حاجة وترجع ما هيش مجهولة طول الوقت فبتكون فاضية ان هي تعمل taskات تانية والrotation ده انت مش بتحس بيه اليوزر لما يضغط على زرار او يسكرول او يكتب text ساعات كتير ممكن تحس بان فيه glitch كده البراوزر بيهنج اما تجي تكتب حاجة لو لاحظت الموضوع ده بيحصل كتير يعني ده بيكون performance action ليه؟ لان المين thread اللي قدامنا ديت بتكون مجهولة ما دي انا مش عارفة ان هي تسيب اللي في ايديها حاليا عشان تروح ترد على text اللي انت بتكتبه ما هو text اللي بتكتبه في input دوت مش بيتكتم لوحده انت بتكتب بتضغط على زرار بس عشان ترندر text ده في ال input ده محتاج شغل من المين thread ده نفسه محتاج شغل فبالتالي دي قصة هنتكلم فيها كمان شوية حاجة اسمها ال input delay بس مبدأ ايه؟ ال rules اللي عندنا عندنا في rendering tree عندنا مين thread هي اللي بتعمل الشغل كله وعندنا ال devices اللي احنا بنتفرج منها اي حد منكم بيتفرج علينا دلوقتي بيتفرج من خلال device معظم ال devices دي بتكون بتران ب 60 frames per second ال screens بتاعتها وبحساب صغير جدا ال six frames per second ديت لو اسمناها على ثانية اللي هي 1000 ميلي ثانية فهنكتشف ان ال frame الواحد بيترسم في حوالي 16 ميلي ثانية اوكي؟ 16 ميلي ثانية دولت في frame واحد بيخليها اي تسكاية اي تسكاية بتكون اطول من خمسين ميلي ثانية ال browser او chrome عشان نكون specific يعني بيعتبر ان هي long task لو رجعنا تاني ال main thread كمان هو بديك clue هنا تلاقي هنا مكتوب ايه long task وعليها فلاج احمر هنا كده ده معناها ايه؟ ان هي واخد اكتر من خمسين ميلي ثانية هتلاقي هنا بقى ده مثلا من ايه؟ من ربعمائة وخمسين مثلا ومخلاصة هنا في خمسمائة وستاشر فهي ازياد سيكا السيكا الزيادة دي ده بيعتبرها ان هي long task ايلي مفروض انها تكون تحت خمسين ميلي ثانية ولو هي قال من كده كمان يكون الموضوع احسن طبعا عندي سؤال بخصوص دي قبل ما في نفس الرسمة بتاعت ال main thread طب هو انت بتقول ان هي thread واحدة بس انا حاسس ان بيحصل فيه تنفيذ based على اللي انا شايفه ده ان فيه حاجات بتحصل concurrent يعني شكله هو ايه؟ يعني ال main thread فيه حد تاني معاها بيساعدها بيسلمها يعني كيوز بقى موجودة stack موجودة فيه حاجة بتحصل فممكن تقولنا يعني سريعا الحتة دي لان انا بالنسبة لي التساؤل ده جيفت بانغي دلوقت ده لا بالد جدا طيب ال main thread لو هنتكلم مثلا في first load مش هتكلم على على وقت running the application first load ال main thread بتكون طول الوقت هي مشغولة بان هي ترسم الشكل اللي قدامك ده بتاع بتاع اي web page اوكي؟ فمثلا اللي قدامنا دلوقتي ده ال screen shot دي متخدم من first load من غير اي interaction من ال user تمام؟ الاحساس العام بتاعك ك end user انت بتحسبها ك human being خلينا نقول انت بتحسب الدنيا بالثواني مش بال ميلي seconds موضوع بالنسبة لك ال perception بتاعك بيكون seconds مش ميلي seconds وبالتالي اللي بتعمله ال main thread ان هي بتقعد تلف طول الوقت تعمل تسكاية وفيها عندها Q من التسكات مستنيها لو التسكاية اللي في ايديها ديت خلصت بتروح بسرعة تاخد تسكاية من اللي عليها الدور وبعد كده تاخد تسكاية من اللي عليها الدور فلو بقى عندنا تسكاية واحدة لمدة اطول شوية ديت الازمة دي المشكلة لان ده بيخليك تحس بالجليتش اللي انا كنت بكلمك عنه انت بتحس ان الدنيا ماشية بس هي مش كومكرت ولا حاجة هي واحدة بس وبترن كل شوية تسكاية ورا تسكاية في ميلي seconds طبعا التسكاية الطويلة اللي قدامك اللي خمسين ميلي seconds او ستين ستة وستين ونص دي بتعمل حاجات كتير تحتها مش بس مبلوكة الدنيا بتبارس الاتش تيميل لا تحتها هوت فيه السكريبت ده بيعمل حاجة فبتروح ترنى الحاجة دي وترجع تكمل بارسنج فانت متخيل بارسنج بيحصل من فوق اللي رحت هو ماشي كده خد الهد وهو نازل لقى فيه سكريبت راح يعمل له بارسنج واكسكيوشن وراح راجع تاني كامل لقى فيه سكريبت تاني راح يعمل له وعلي كده عمل اكسكيوشن وراجع تاني وهكذا وهكذا فالتسكات اللي غالبا بتعطلني هي بتبقى جواسكريبت كود انا بروح يعمل له لود وبارسنج فده اللي بيخليني غالبا ده اللي بيعطل لي المينثريد صح كده؟ يعني مورو ليس خلينا اقول لان هو ده مش قاعدة مش سيلفر بولت لا هي مش قاعدة سابتة القاعدة السابتة الوحيدة اللي عندنا هنا هو ان احاول ان تبقى الوحيدة المينثريد كبيرا مانا اقول لي انت سكات اللي هي بتعطل المينثريد يدينا مثال او اتنين عليها اوكي واحد من الحاجات اللي مثلا لما عملوا ريسورش في موضوع اللي بيعطل المينثريد من فترة كده عارف في بداية لما طلع حاجة اسمها جي دي بي ار الناس اللي بيشتغلوا في اوروبا او كده يبقوا عارفينه يعني او اي حد بيعمل الابليكيشن بيران في اوروبا هي بعارف الجي دي بي ار لان لازم يبقى معه فحصل ان في الجي دي بي ار انت محتاج ان انت تكون كومبلاينت واي حاجة اي حاجة بتلود لازم لها لايسنز معينة واي حاجة تخص اليوزر لابد ان انت تطلب منه ان هو كونسنت عشان خطر يعملها واي كوكي انت بتستعملها ما يفعش تستعملها من غير كونسنت طلب مخصوص من اليوزر ان هو ينفع تسجل الكوكيز ديت وتستعملها فيها بعد وما الى ذلك فاللي حصل ان فيه ناس جاءل ديدلاين بتاع الجي دي بي ار كومبلاينت وما كانواش لحقوا ان هم يكونوا كومبلاينت او يكونوا عملوا بتاع الجي دي بي ار ايه كل اللي هم عملوه شالوا الكوكيز اللي كانوا بيقروها والاناليتكس سكريبت ان اناليتكس سكريبت بتستعمل كوكيز فهم كل اللي عملوه شالوا الاناليتكس سكريبت من الابليكيشن فهتفاجئوا جدا ان الدنيا بقت سريعة او ما عملوش حاجة فدي حاجة مهمة جدا انت بترن سكريبت غالبا بتكون خصوصا حاجة زي جوجل اناليتكس مثلا دي بتاخد كتير جدا من التريد بتاعتك المين تريد وجايز فيه ناس كتير بترنها كمان من بادري عشان هم عايزين يقيسوا الفيرس انتر اكشن بتاع اليوزر واللودينج تايم مش عارف حصل فقط ديه والسيشن تايم قصة طويلة جدا فدي كتمل حاجات حاجة يعني تعتبر اكبر حاجة بتاخد وقت دلوقتي من كل الناس من كل الويب سايدز عالميا مش بس في المنطقة معينة هو جوجل فونس لو انت بتلود فونس الفونس من الكريتيكا ريسورسز لو انت بدأت تلود الفونس ماينفعش ان انت توقف لازم تستنى لما الفونس كله يلود وبعد كده تكمل بقى المين تريد بيفضل مشغول فانت كلما تكبر حجم الفونس بتاعك او كلما تكتر عدد الفونس بتاعتك وتلودها في وقت معين ده غلط جدا ده بيعمل لك مشكلة كبيرة جدا فده يعني في حاجة كتير يعني مش عايز اختصر على لا لا انا كان قصي تدي مثال مش اكتر بحيس الناس تبقى قادراء تربط الكلام في ادماخها الوقت بتاع انك تنده على 리سورسزز اسامة من نوعيه الريسورزززز النافس يعني في حاجة عايز يعنت حتكلم عليها بعدين بس بس يعني انك تعمل ليزي لودينج للريسورزززز التي انت مش محتاجها دلوقتي انك تلود الحاجات اللي تحت الفولزز بيسموا بل حاجات اللي هي تحت الاقولها ازاي لو احنا عندنا مثلا ده مثلا موبايل الموبايل ده بيلود اللي جوه الشاشة قدامنا هنا تمام بس تخيل ان الويب بيج دي وانت بتسكرول لفوق كده بيفتح لك بقية الويب بيج صح طول ما انت بتسكرول لفوق هو بيفتح لك بقية الويب بيج فهي طويلة جدا الويب بيج هنا فبيسموا ان الحاجات اللي تحت دي under the fold وده فهو ال above the fold اول حاجة بتظهر لك لما بتفتح الويب بيج ده above the fold اي حاجة تحت دي رغم ان هي في نفس البيج المفروض ان هي متلوجة في الفيرس لود لان ده هيعطل الريندرين بتاع الفيرس لود او ال above the fold وهو يعني the most important thing وحنتكلم معنا شوية بحاجة اسمها خليني اموف وحاجيلك على الحتة دي استرس عليها شوية طيب لو جينا نقول اتفقنا ان الفريم عبارعا بياخد 16 ميلي سانية تمام وبالتالي اي حاجة هتكون اكبر من خمسين معناها ببساطة جديدة ان هي اكتر من ثلاثة فريمز هيجي دروب صح كده اه لان 16 في ثلاثة بكم بالتمانية واربعين صح فبالتالي انت قريب جدا من فكرة ايه فانت لو انت في اي تسكاية اكتر من خمسين ده معنا ان في اكتر من ثلاثة فريمز هيدروبه فحيبدأ يبان ان في فليكر بيحصل عندك في الشاشة ده ما تلاحظوش قوي غير لو التاسك طويلة حبيتين فشغلة المينفريد مش عارفة ترندر فريم جديد للأسف طيب ده يعني briefly introduction الدنيا دي ماشي ازاي الدنيا واضحة ولا انا لا انا بالنسبة لي تمام فانت النقطة اللي بعد كده هتكلمنا ليه اصلا احنا بنهتم بالperformance بالزبط طيب بعد معرفنا البراوزر شغلت ازاي وهو بيلود الدنيا دي ازاي محتاجين ان احنا نعرف دلوقتي بقى هو الperformance دي هت حاجة مهمة ولا لا في ناس كتير بتهمل مثلا قصة الperformance دي تماما يقول لك ايه الموضوع يعني واجع قلب وهو فعلا شوية واجع قلب بيهو بينك يعني بس الموضوع مهم جدا في ناس بتجهل اهمية الperformance او بيكونوا مش محتاجينها هقول ليه مش محتاجينها كمان شوية بس خليني ادنايت شوية فكرة الperformance دي مهمة قد ايه لسبب الاولاني ان الناس تهتمي بيها السبب التاني ان كل واحد من الناس اللي بتسمعني دلوقتي قدر انه هو يروح للشركة بتاعته يقنعها ان احنا لازم نحط investment و time في القصة بتاعت الperformance فخلينا يعني امشي في شوية اسباب مهمة جدا اول سبب بالنسبة لنا ان ده مثلا chart انا جابه من حاجة اسمها http archive ده survey كده بيتعامل على الwebsites العالمية في كل سنة يعني فكذا ما تشاب قدامنا كده average page size من عشر سنين لغاية دلوقتي تقريبا الضعف حوالي ست مرات كان مثلا 300 byte الـ average دلوقتي الـ average بيعدي الـ 2000 كيلو تمام؟ كمان سرعة الانترنت بتخلي الناس حاسة بالطمئنان زود زود ده حقيقي بس لو جيت في نفس الوقت نتكلم على الناس اللي بتـ access الانترنت من الموبايل which is الاغلبية دلوقتي تقريبا هتلاقي ان الـ devices ما عادتش بتجري بنفس السرعة دي او ما عمل لهاش تطوير بنفس السرعة دي هوضح لك لان الـ devices اكيد من عشر سنين ما كانش زي دلوقتي بس في حاجة النسبة العالمية للناس اللي بتستعمل high-end device زي الايفون مثلا دي نسبة أقليلة جدا ما يوركش انك بتشوف ناس منهم كتير لا دي نسبة أقليلة الغالبية العظمة بيستعملوا حاجة من اتنين اما بيسموه budget phone اما بيستعملوا حاجة اسمها middle tier middle tier هو بالنسبة لنا غالبا بيكون هو baseline لشان ده حاجة بتوين high-end device زي الايفون والسامسونج والبيكسل والحاجات اللي بتبقى high-end والbudget device الbudget device بيكون device تعبان شويتين ثلاثة بس احنا لازم نراعي ده كمان فبالتالي حجم البيج اللي زاد في العشر سنين اللي فاتوا دول مع عدم زيادة الprocessor والmemories في معظم الدفايس انا بأكلم عن ده يخلينا نهتم اكتر باننا نخلي الدنيا performance اكتر لو جانا نتكلم على القصة بتاعت الperformance ديت ليه مهمة انا بعتبر ان الperformance جزء اصيل من accessibility هو يعني accessibility accessibility هي ان انا اخلي الapplication بتاعي دوت متاح لكل الناس تقدر تستعمله بغض النظر الشخص دوت حتى لو هو معافى تماما فكرة ان هو مثلا فيه ناس تقولك ايه انا عايز استعمل الapplication كله بالkeyboard دي accessibility فكرة ان انا اكون يعني ده حاجة لسه حصلة لي النهاردة مثلا انا كنت في طريق للشغل واستعملت اللابتوب وانا في القطر مسافر استعملت الانترنت بتاع القطر ما استعملتش انترنت عادي انترنت القطر بطيء جدا فانا بالنسبالي شفش 3G في حياته تقريبا احنا شفنا 2G كمان وشفنا الحاجات ف3G بدأ ابطأ كتير جدا من 4G however ليسه فيه ناس بتستعمل 3G ده اللي حصل اللي النهاردة في القطر انا كنت بستعمل تقريبا سرعة 3G كلام فاضي يعني طب هل ده مبرر ان انا ما قدرش ان انا اكسس الانترنت المفروض ان اللي بيعمل الابليكيشن نفسه الديفيلبرز يكون هم محطين في دمخهم ان فيه ناس هكي اكسسه من حاجة تكون الانترنت بتتعمل الانترنت تعمل مش بس في القطر ده ممكن يكون في كافية الشبكة بتاعت موبايلك ماشي كونكت فبيقول لك ايه لأ كونكت على الواي فاي ده ده مش لوجري هو عامل حسابه على الموضوع ده عشان خاطر انت يكون عندك احسن على الانترنت ده جزء من الانترنت فده سبب تاني خلينا نتنب البرفورمس لو الابليكيشن بيران افلاين مثلا عن طريق حاجة زي البي اي 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 او انه يكون بيستعمل مينيمال انترنت ديتا او ان انت اصلا تكون ماسك التليفون بتاعك ده برضو حاجة بتحصل فيه اوبشنز في التليفونات يقولك ايه فيبدا ان هو ماينزلكش الصور مثلا في بعض الحين مايلوتش الجواسكريبت مثلا محتاج يكون الابليكيشن بالنسبة له في الوقت ده طب بس يعني حاجات شبه كده ان انا اخد القرار ده ده بيبقى غالبا يعني انت لازم تقنع المكان اللي انت فيه او الشركة اللي انت فيها بقى همية ده كفلوس هم غالبا يعني ده اللي بيهمهم لو يعني فانت برضو قلنا ده هميته ايه بقى او هيعود على الناس بايه لو حسنوا البرفورمانس انا لو مثلا عندي ستارتوب ولا شركة بقى لها كم سنة لسه فانا بركز ان انا بقى شب وحاجات تطلع والبرودكت الناس تستخدموا فلو انت جيت قلت لي اصل البرفورمانس بعدين بعدين يعني اذا اول حاجة هيقولها لك انا سعيد انك سألتين السؤال لان انا خطت هذه الحروب كثيرا صراحة فانا عندي في القصة اول حاجة انت محتاج انك اصلا تعمل الماركت ريسيرش لو انت عملت ماركت ريسيرش للناس اللي بيستعمل الابليكيشن بلاد اللي فيها اكتر في مغرب في مصر مش البلاد اللي يعني ممكن ما تلاقيهوش مثلا مستعمل اوي في اوروبا في اوروبا بتلاقي في بولت وفي اوبر وفي امريكيشن تانية طيب دالي انت ريسيرش اللي ممكن تكون عايزة بجت ريسيرش مثلا عايزة ريسيرش او رايد تكون رخيصة نسبيا وبيبدأ ان هو ينجيش تفكي صديق فبالتالي الماركت ريسيرش بيقول ان اليوزرز بتوع الاندرايف غالبا غالبا ما هماش الناس اللي بتستعمل هاي ان ديفايس مثلا فبالتالي ده بقى عندك الماركت ريسيرش بتاعك بيقولك ان انت اصح ان انت تهتم باللو كواليتي ديفايس اكتر من الكواليتي ديفايس او هاي ان ديفايس ده مثال يعني من الامثلة اللي ممكن ان هي تمشي بس السلايد الجاية هتخناعك اكتر لو جيب بصيد على السلايد ده ريسيرش جوجل عاملا بيقول ايه بيقول ان انت لو في الفيرس لوت بتاع البيج اليوزر استنى من ثانية لثلاث ثواني عشان البيج تكون بتلوت في بروبابيلتي للباونس حوالي اتنين وثلاثين فيما يعني ايه باونس الابونس هو ان حد يزور ويطلع منها على طول من غير ما يبراوز بقية صفحات الويبس يعني ينزل على الاندين بيج كده ويسيب ها ويطلع تاني الابونس ده ممكن يحصل في ايه في مثلا واحد بيريسيرش على جوجل وفتح صفحة عارف المعلومة اللي كان عايز يعرفها وقفل ده باونس تمام لكن لو انت سبت اليوزر يستنى من ثانية لثلاث ثواني الريسيرش بيقول كده البروبابيلتي بتزيد 32% ان هو يباونس باك ويروح يشوف ريزلت تانية بدل ما هو يدور عنه طيب لو من ثانية لخمس ثواني بقى بقى ثلاث ثواني تيك توك وإنستجرام والحاجات دي ده يعلم الناس كمان يعني الجنوريشن الجديد ما عادش عنده صبر فهتخال تتسيبه عشر ثواني لا مش هيحصل وانا بعمل لهم بودكاست ساعتين لا يعني اللي بيسمعون الناس حبايير طيب كل ما يزيد بوسط ثواني بقت 106 في المية بقت 10 ثواني بقت 123 في المية ده معناه انهو تقريباً مش هيفتح الويبسائب بتاعك مرة تاني فده مش option دلوقتي ان انت تعمل application مش performance بيلوت في وقت طويل ده مش option ده business breaker انت لو البيزنس بتاعك بيعتمد على الorganic visitors اللي بيقولك عن طريق search engines اللي انت بتعمله ده ما ينفعش خلص حاجة اهم في حاجة جوجل عملتها في 2020 اسمها ده new metrics هكلم معنا كمان شوية بالتفصيل يعني المتريكس ده بتقيس سرعة loading البيج فبالتالي لو انت مهتمتش بانك تحسن 3 new metrics دول اللي هو lcp والfid والcls دول مهمتهم اصلا يحسن user experience لو الloading time والinteractivity والvisual stability مش مصبوطين انت هتقع في فمصوبة كبيرة ليه جوجل دخلت المتريكس ديت ضمن المعادلة اللي بتقيس بها الranking بتاعة الweb سايت بتاعك فدلوقتي الناس اللي بيشتغلوا في search engine optimization هما كمان هيبقوا مهتمين ان الapplication لازم يكون لانهم لو تشقلبوا والapplication مش بيحقق التلات حاجات دولة بشكل كويس انت مش هتعرف to contribute دلوقتي لل SEO وبالتالي ممكن تطلع انت في الصفحة التانية من جوجل which is اسوأ حاجة ممكن تحصل لك لو انت معتمد على organic business انت طبعا اتراح لنا الثلاث categories دول او ثلاث حاجات هاجيلك عشان اعمل لم سلايد مش مش عارف اش راحهم دلوقتي بالتفصيل عشان خطرة ابعين لك بس بقى لا ده بيدور business لازم تهتم بالperformance انا حاجيلك بالتفصيل للقصة دي ات كمان شوية طيب قبل مضروح للقصة دي انا عايز استرس على حاجة كان الفي تكلم عنها الاسبوع اللي فات برضو لها علاقة بالاهتمام بالperformance الشرط ده بيبين لك حاجة مهمة جدا كمية الفريمورك اللي بتطلب كل يوم في front end ما عندهاش competition غير في حاجة من الستة دول غالبا هتلاقيهم كاتبين في الدكومنت بتاعهم ان هما يقيم ما انهانسوا حاجة من الستة دي يقيم ما بيقدموا طريقة جديدة تعمل بها حاجة من الستة حاجات دول اول حاجة عندنا هي routing routing هتلاقي مثلا في حاجة زي remix مثلا لان الcreator ده react router ده اشهر library بتستعمل في routing في react رحوا عملوا framework اسمها remix الكور بتاعها اللي هم عملين في react router مع شوية حاجات عظيمة تانية حصلت competitive performance هتلاقي مثلا في frameworks بتيجي بstate management solution بيقد دوا او طريقة معينة زي angler مثلا بتيجي out of the books بتسعم برضو الهو react solution rxgs اللي كان كان برضو يعني شكرا مبسوط جدا باللي عمل والف اللي فات قدم حاجات كتير او انا عايز اتكلم عنها بس مش هتخل في تفاصيل لان الف تتكلم عنها حاجة مثلا react بتيجي out of the books solution للstate management اسمه context api تمام فكل framework بتيجي تنهانس حد security بتحسن out of the books حاجة في performance out of the books بتعمل validation out of the books بتعمل encryption accessibility دي accessibility الناس بتعفرانتي اكيد عارفين هي a 11 i y عشان خاطر يعني حاجة لطيفة كده 8 اللي اللي في النص دي عدد الحروف عدد الحروف بالضبط هي accessibility ال a وال y والحروف اللي في النص في كلمة accessibility 11 مثل internationalization أي و 18 in accessibility دي أي من الحاجات اللي بتيجي out of the books عندك مثلا حاجة زي chakra y الناس كتير عارفة chakra y الناس بتستعملها هي بتعمل react components تستعملها out of the books طب اي ceiling point بتاعتها accessibility هم عندهم accessibility coming out of the books accessibility يعني تقدر انت تستعمل component بتاعهم ويكون accessible للناس الblind الناس الcolor blind accessible للناس اللي بيستعملوا مثلا screen readers الناس اللي عايزين يستعملوا keyboards الناس اي اي نوع من النوع accessibility هم عاملين حسابهم فيها تمام next من حاجات الcompetitive فيها performance مفيش framework بتطلع غيره بتكلم على competition بتاعتهم في performance erodex ui for accessibility برضو بيتبقى جاية out of the box فيها accessibility عندك performance زي ما قلتلك قبل كده انا بعتبره جزء لا يتجزأ من accessibility however هو كاتجري بحاله remix لما طلعت عملت حاجة لطيفة زي ما قلتلك اللوب بتاعها هو react router بس عمله عمله حاجة اسمها looters looters ديت بتبقى كل page ولما تيجي تلودها انت بتروح تعمل feature لشوية data من endpoints صح كده كلما تيجي تلود page مثلا دي page بتلود عدد شوية مثلا post بتروح تعمل feature request تجيب post دي صح في عندك مثلا page جوه كل post بقى الوحده فبتروح تفيتش post نفسه بالdetails بتاعته بالmeta data بمش عارف في مثلا عايز بقى تفتح الcomments بتروح تعمل feature request بتجيب الcomments دي كلها فتخيل لو انت رحت مثلا خدت link book market مثلا على الcomments ورحت جاي بعت الواحد صح ايه اللي هيحصل ان هو غالبا هي run features ديت sequentially post نفسه بعد كده يrun comment بعد كده يرن مش هارفق ان الحاجات ديت بتكون nested go بعض اللي عملته remix حاجة في قمة العظمة يعني رحت خلوها تبص على tree اللي فوق الcomments فوق e-post فوق list of post وبصت على كل loader function موجودة في كل راوت من راوت دي ورحت جاي رايحة عمل لهم كلهم fetch parallel في نفس الوقت وعملت لهم cache ورحت جاي عمل load لوحدة بواحدة دنيا كلها بتظهر مرة واحدة دي فكرة عظيمة جدا remix جات بالموضوع ده جاي بعد كده ما فيش من شهرين كده ولا تلات شهور جاي next js عملوا تقريبا نفس الفكرة بالظبط ليه لو ان في competition في performance performance دي حاجة عظيمة جدا ما يفعش ان حد يستقلي بيها او ما في الموضوع ده هو competition على developer experience developer experience ببساطة احساسك انت نحية التكنولوجي وانت بتستعملها لو انت بتكتب كود بيبقى مغامول ازاي يحمل انت اكيد هندك preference صح انت بتستعمل مثلا ايه الاستاكل اللي بتستعمله في الback end روبي غالبا او مستمتب روبي لو انت دلوقتي قال لك تعال هتكتب application برست وانت بلاش بجابا قد تكون انت مش مبسوط بجابا الdeveloper experience بتاعتك مش احسن حاجة يعني انت لو بتبقى متعود على حاجات بتحس ان في حاجة نقصة انا كنت بعمل هنا كذا كت الموضوع سهل بس غالبا تعود بالضبط انت بتحس ان انت مرتاح اكتر view مرتحت في developer experience ليه بيكتب الدنيا كلها في نفس الفايل وبتكتب الimport فوق خالص وبتكتب مش عارف تستعمل جواسكريبت تحت وبتستعمل css مش عارف في close لو الدنيا انا مش اخد عليها ومش مبسوط من هناك الناس اللي بتسمعنا ويكتب view ما يزعلوش مني برحتهم بس انا شايف ان اظبط framework من حيث التنظيم قد تكون angular لان الدنيا فيها suppression of concerns كل فايل مختص بحاجة معين ولكن هي very verbose فبالتالي انا بفضل react لان react الدنيا فايل واحد however still منظم انت بتعرف تغير فايل من فوق لتحت مش بتفضل طالع ونازل طول ما انت شغال زي ما هو في view قد يكون ده مني ان انا متعود على dx بتاع react عشان كده انا مش بقى بسوط اوي انا بكتب دي نقطة بس انا حبيت ان انا بيينها للframework نفسها بتهتم بالperformance وشايف اني دي selling point كبيرة جدا للbusinesses الموضوع ما هو ش يا جماعة اللي هو يلا انا عايز اعمل الابريكيشن بتاعي يبقى طيارة مش مفيد هتقول مثلا انا رايح اعمل ايه انا رايح اعمل login page عايز login page دي تلود في جزء من الثانية ما ينفعش مش صح يا حبيب login page دي الراجل بيشوفها تقريبا عشر ثواني يلوجن وما بيشوفهاش تاني في حياته روح ركز في landing page اللي انت هشغل فيها فالتركيز على pages المهمة بيبقى مفيد جدا للبزنس مش مجرد preference للdevelopers انه نفسه انه نعمل حاجة سريعة طيب خلينا نكمل ال presentation فانت حاليا هكلمنا ليه الdevelopers بيتجاهلوا الperformance او بينفضوا يعني مش لازم هل هي من الdevelopers ولا زي ما انا كنت بقولك من شوية من الشركة من ممكن جدا يكون من يعني كمية الحاجات اللي بتخلي الperformance مهمة انا مش عايز اتكلم على specific cases انا اشتغلت فيها انا شخصيا يعني بس في اوقات احنا بنقعد sprint واثنين يا جماعة عشان خطر نحسن اللودين بتاع application ثانية انه يلود ثانية اصرح او ساعات بيبقى نص ثانية 500 ميلي سانة بس يعني اعتقد ده بيبقى على scale انضف شوية لو على scale اكبر طبعا فيش كلام ففي اسباب بتبقى ساعات بتبقى واجيها ممكن ان انت تت ignore فيها الperformance optimization انه time consuming بصراحة او في اسباب ساعات ما بتكون واجيها بيكون هروب من الdeveloper team او من البزنس انه مش لما انت بتحسن الperformance ده بيسميه win انت كده نجحت عملت نجاح كبير طب عشان نعمل rail win يعني يكون noticeable يكون الناس شايفة وحاسة ان الدنيا دلوقتي اسرع الموضوع لازم يكون تقريبا 20% اسرع 20% اسرع من ايه 20% اسرع من حاجة من اتنين يام your last version فالناس تحس انه الدنيا اسرع دلوقتي يام يكون اسرع من اقرب نفسيك اقرب في السوق عشان تطلع كده وتكتب على الساب بتاعك احنا اسرع مش عارف ايه في الدنيا الموضوع ده عشان تعمله لابد انه هو يكون 20% اسرع على من اقرب نفسي مثال لو انت بتاع الابليكيشن بتاعك مثلا بيلوت في 5 ثواني مثلا عشان خاطر تقول الناس انا حسنت performance والناس تقول لا فعلا احنا حسين انه performance تحسن لابد ان هو يلوت في 4 ثواني 20 في 20 احسن اقولت لي 4 ثمانية مثلا ايه استفدت ايه يعني او تحسن او بس بس اليوزر مش هيحس اليوزر ان هي الحاجة دي تكون 20% على الاقل اسرع من اقرب من نفسك فده محتاج حاجات كتير اوي ان انت تعرف عشان كده في بعض الناس يقول ايه ما سيبك يا عم من موضوع performance ده مش هيهم مش هو اللي هيضيع الناس يعني بس انت مش شايف انه لو انا مثلا تجاهلت الوينز البسيطة دي لو انا بعملها بشكل دور يعني فهتسمع معايا في الاخر لو انا فضلت نفض مثلا في 10 ميلي سكند كل يوم في الشغل فاحنا في خلال السنة بقينا يعني ثلاث ثواني اقل لا يعني حتة ممتازة انت تتكلم عنها دي لا طبعا انا مقصودش ان انت انت تهمل الحاجات الصغيرة حل يعني ما اطلقاش حاجة لو اقفل حنفية زي ما بيقول هو على اقل يعني احنا في الback end بما اننا شوية يعني مشاكل فاحنا بنقفل الحنفية لو انت على اقل يعني ما حسنتش performance ما تعق هاش اكتر بس ده بيبقى شيء مهم جدا فعشان نعمل ده بياخد مجهود كبير جدا عشان خاطر توصل لعشرين في المئة اسرة لو انت عايز تحسن الدنيا بشكل كبير الحاجة التانية البروزيس is very expensive effort and time wise to make a win انا ازا مولت لك انا اشتغلت في كذا project بيحسن performance وعشان نعمل مش win enhancement زي ما بتقول كده في few milliseconds بياخد الموضوع من هنا تطويل جدا عشان اصلا تدائجنوز هو المشكلة فين وده بيتطلب كمان deep knowledge ازاي الweb بيشتغل وازاي البروزر بيشتغل انا شرحت بريفلي البروزر بيشتغل ازاي بس ده براوزر في يعني حوارات تانية ده يعني محتاجة الساعات نتكلم فيها انا معلش انا هقطعك بقى هنا ده يعني ده شوية شبه الحاجات مثلا سنين وما احتاجتش الكلام ده انا مصدقك بس لو انا يعني نفس الكيز دي انت مثلا ربنا كرمك روحت شركة كويسة بالصدفة يعني انت ربنا كرمك هو انت دخلت الانتربيو والناس قبلوك جوم دوك تاسك بقى هتحسن برفورمانس في حاجة فانت ما تعرفش هتقول له استنى دوز بوز واروح هذكر كتاب لأ مش هيديك هو مش هيستناك يعني هو لازم يبقى فيه حاجة انت بنيت عليها يعني اختصرت الطريق عليهم وإلا وقتها انت هتبقى مش هيتاخد التسك مش هتشتغل عليها فانك تبقى مستعد من الاول دي الحاجات اللي بتفيد عشان كده حتى لو انت ما بتشتغلش في بيحتاج برفورمانس اقرى عنه اعرف عنه شوف توكس عنه اسأل حاجات شبه كده بحيس يبقى فيه اي خلفية في دماغك فتبقى عارف تروح فين يعني 100% انا شايف ان ده فعلا زي ما انت بتقول كده ده انت كواحد شغال في الويب عموما انت محتاج تكون عندك مش حاولك تكون في البرفورمانس بس يكون عندك البرمينمم يعني ان انت تكون على اقل وانت بتكتب كود بتقول لا والله ده مش هيكون او لا والله البراوزر مش هيفهم دي في الوقت ده لا الكونفجريشنز دي مش هتمش كوايس دي اكسبرينس تحتخدها مع الوقت مش لازم ان انت تستنى لغات لما تبقى اكسبر بعد كده تاخد يعني بس انت محتاج يكون عندك في شغل الويب لو انت تشغل الويب سواء front end او back end انت محتاج تكون عارف كويس الويب يشتغل ازاي ودي يعني قصة يعني يطول شرحها انا مش هكلم فيها لان انا يعني فيه كده كنت قلت رحمل عليه ممكن اشرحه في وقت تاني هو بتكلم عن اصلا اللي هو ببساطة انت بتعمل وبيرجع لك بشوية فايل زي ما قلنا بقى الفائلز بيحدد نوع الفائل ده وبالتالي بيقدر ان هو يترانسليته وهيشوف البروزر هيتعامل معه زي لكن الكمميونيكيشن اللي ما بينهم دي بيحصل بلاحق كتير اوي ثري ويحصل وده يكون سبب وجيه جدا لفكرة ان انت تحط ال اشتي او او اللي عايز في الاول خالص ما تعملوش او هتعملو وهكذا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير ده ممكن نبقى نتكلم عنه في حاجات لطيفة ان كنت مجاهزة بس يعني لضيق الوقت انا بحاول قادر الامكان ان اشتر عشان نقدر انه هناخد حاجات اكتر وممكن نجو دي بعدك ان شاء الله طيب دلوقتي السبب بقى الاخير اللي الناس هتنبسط به بكوز ياجني ياجني هو يعني معناها ان انت الكيس اللي انت شغال فيها دلوقتي مش محتاج هتعمل ودي الكيس اللي ممكن الناس كتير يقول لك اه احنا مش محتاجين دلوقتي الكيس دي زي واحد انت بتشتغل على بتاعه صغير جدا ومفيش حد اشتك تكون شغال اصلا في application الفيز بتاعته فيز مش محتاج performance يعني بتعمل مثلا mvp لا في mvp انت مش محتاج انك تعمل performance جديد however لو انت بتعمل mvp لحاجة real time او اصلا competitive age بتاعتها انها تكون سريعة جدا لا محتاج فبالتالي الفيز اللي انت فيها رقم واحد اللي سكيل اللي انت فيه ده بيحكم هو كمان يعني ايه يعني انت مثلا لو بتعمل application طبي بيطلع لك نتائج يعني في وقتها بتعمل application للناس مثلا بتعمل حاجة السواريخ وحاجات كده لا ده لازم يكون real time على بو لا ده مش option performance في الوقت ده is a need is a must ماينفعش ان انت تقول لا مش هنهتم بالperformance او مثلا خلينا نطلع كده ونعمل iteration نحسن فيها بعد لا مش option الوقت ده السرعة جزء من البيعة انت بتبيع سرعة اصلا انت بتبيع ان انا بطلع النتيجة في ثانيتها مفيش option مش ياجني لكن لما يكون option بالنسبة لك ان هو مش وقته وارد جدا ولازم تبقى نفكر كويس قوي وتشوف هو انا محتاج ده في الوقت ده ولا لا حاجة زي المثال اللي قلتم من شوية sign up page فكر فيه هتلاقي ان اليوزر بيشوفها مرة واحدة تقريبا في حياته وقت ما هو بيروح ي sign up ل application بعد كده ممكن sign in page تكون هي اللي بيشوفها كل مرة بيج يعمل login لما sign up مرة واحدة في حياته مش حاجات اللي هي يعني لو احنا الapplication ضايع او حد كان بيسأل نعمل ايه مثلا لو الapplication بتاعي legacy وعايز حسنه في حاجات كده ايه اللي هو الخفيف منه كده تتعامل ونحس بحاجة نحس ان الدنيا بقت احسن فيه فيه طبعا بس انا احب ان انا لما اجي ابدأ يعني فيه application هو انك تتعلم ازاي اصلا to ease performance لو انت تعلمت to ease performance وعرفت منين تجيب الroad coast لدياجنوز المشكلة تعال بقى نتكلم في الحلول الحلول دي على طول فيه حاجات كتير طيب سوي لما صديقي هو اسأل نفس السؤال اللي انت بتقول ازاي انا عارف ان ده ممكن يخرجك عن السياق اللي انت محضره مبدئيا انه فيه طولز كتير جدا فيه طولز منها بتكون paid وفيه طولز منها free هعرض لكم شوية منها كمان شوية اهم حاجة ان انت وانت بت ease performance انك تحدد المتريكس اللي انت هتفرق معاك لو انت حسنتها وبالتالي عندك مثلا الpage بتلود في وقت اطول مثلا فبقى عندك دلوقتي حاكتين ممكن تبص عليهم هتكلم معانا كمان شوية ان هي اكبر element في above the fold في application بتاعك او الصفحة بتلود دي بتلود في قدي دي اول حاجة تبص علي طب هي لو بتلود في وقت طويل خلاص يا معلم انت وصلت لنقطة هتعمل لك win سريع ممكن تبقى مثلا video ممكن يبقى image والimage ديت تقيل جدا محدش بيستعمل دلوقتي في ناس ممكن تستعمل gif ولا png محدش حد بيعمل الكلام ده على الweb خلاص هقول لكم كمان شوية بعض extensions وازاي ممكن تحول اي image عندك extension خفيف بعد largest contentful print ممكن تبص على script 3-4 المشاكل بتاعة performance بتكون بسبب unused script حصل loading في page load وانت مش بتستعمله طب اعمل ده ازاي برضو هنستعمل tool اي tool مثلا lighthouse او حاجة حوري هاركو كمان شوية هيوريك شوية audits تمشي عليه انا حولوكو على حاجة بسيطة قوي 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 في نهاية presentation دي بشكل عملي يعني هفرقكم على ازاي تيدي تيدي القصة ديتمشي زي stay tuned جميل خلينا نمشي سريعا كده على الاسباب اولا اللي ممكن تخلي الابليكيشن مش performance ده هياجب اللي كان بيسأل ازاي ممكن حسن الابليكيشن او extension اسمه اللي هو reactive tools تخيل ان reactive tools بيبوز performance والله فانا لو عايز اقيسه فانا اوقف ال extension ده ده دلوقتي عشان اخد ارقام حقيقية اصدق بالضبط انت محتاج ان انت تكون في isolated field انا بسمي انه clean the field في الاول فانت حاجة ما في توقف ال extension او تروح اللي لو انت خليتها enabled في فده ممكن يكون سبب بس انا اديك اسباب من implementation بتاعك انت مش اسباب خارج عن ارط سبب الاولاني ده بلو ما كنت فيه احمد وانت وقبيلتك slow servers with high latency لو احنا عندنا server بتاعبان شوية او application ال end point ما اعرفش اي خير مش عايز تامي بس بس فيه مشكلة server clearly فيه مشكلة يا اما resources قليلة يا اما end point فيه حاجة غلط فيه مسافة كبيرة physically فيه ناس يكون بالنسبة له المضوع ايه ده بيفرق اه بيفرق تخيل ان فيه واحد عايش في سنغافورا ب access application hosted في امريكا في نيويورك ال round trip اللي بتحصل دي دي تاخد وقت وقت كبير بالزبط اي مشكلة مشكلة back end احنا لازم نرمي عليهم على طول فدي اول مشكلة هي مشكلة مشكلة server صريحة يعني قد يكون الموضوع مش موضوع back end بس الموضوع ممكن يكون موضوع server نفسه الناس اللي بتشتغل في dev ops هما برضو سعب بيكون back end هما بيكون السببب التوزيع جغرافيا اصدق انه برضو ناخد بالنا مين ب access application بتاعنا واحنا حطين server up بتاعتنا فين بالزبط ده من الحاجات المهمة لا هو server نفسه كمان محتاج انه يكون enhanced بشكل كويس وبالتالي لو عايزين quick win في حاجة زادية محتاجين انه نشوف server resources اللي فيه مستهلكة كويس هل هو كفاية للconcurrence اللي عندي كمية الناس اللي بتبقى concurrently بت access ولا لا اماكن الناس في العالم اللي بت access عاملة ازاي وبالتالي الكاش وال static assets اللي عندنا زي الامجز والحاجات دي كلها ممكن تعمل لها scattered everywhere في cdn edge web تمام فده يعني quick win بس انا مش عايز اتكلم deeply في الquick wins ازاي تعمل القصة دي دلوقتي بس انا عايز اعرض بعض المشاكل اللي انت ممكن تكتشف دي مشكلة انت ممكن تكتشف من قبل ما تعمل enhancements for front end تروح تاخد ال end points وتروح على اي client post man ولا insomnia ولا اي حاجة وتrun شوف ال end point بيترد عليك وقت دي لو بترد عليك فاكتر اصلا من ثلاث ثواني دي كرسة دي مصيبة انا دي واجت نظر ما ينفع لان انت بالتالي اللي بترد في ثلاث ثواني دي عشان اصلا البراوزر ياخد الكلام ده ويروح بقى يرندر وييكسيكيوت ويعمل القصة ديت ده كده البيتش دي هتلوت في خمس ثواني طيب مشكلة اللي بعد كده انا بكلم عن المشاكل دلوقتي يعني ايه في ناس تلاقيهم بفتفتو يعني ما صدقوا ان الدنيا ايه خلاص احنا في والدنيا بتت فتلاقي في مليون فايل بيحصل ما ينفعش انت مفروض انك تجمع الفايلات اللي انت محتاجها في الراوت الحالي مثلا مع بعض بدل ما تتجي باعت مثلا تسعممية فايل لفوندس ومش عارف متقسم خمسمية حتة وبتبعتهم كلهم في نفس الوقت كل الترانسفير اللي بيحصل دوت ده بياخد وقت زي ما احنا تكلمنا من شوية الدمولود بتاع الفايل نفسها بتبلوك المين ثريد فبالتالي المين ثريد لو هي مشغولة عندك مشكلة في البرفورمانس قولا واحدة المين ثريد مفحش تبقى مشغولة طول الوقت جابوسكريبت طبعا طيب نيكست نوت اوبتومايز اميجز او فيديوز ده النقطة ممكن نتكلم على ال ابيث ديت من الحاجات دلوقتي اوبتومايز بشكل كبير جدا 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 فيه اميجز عظيم جدا اللي عملوه برضو كروم تيم اسمه سكوش هرش انتوا تسمعوا عنه ولا لا بس سكوش ده كل شغلته في الحياة انك بتديله اميج مهما كانت هي كبيرة وبالتالي هو بيبدأ ان هو يحولها لفرجن تاني لإكستنشن مختلف ويعمل لها كومبريس بشكل معين بحيث ما تبقاش خسرت كتير من شكلها وانت على الويب مش عايز في الحقيقة يعني very high resolution photos حتى الapplications زي unsplash مثلا unsplash بيعمل cropping للإمجز on demand لو حزت لو فتحت اي صفحة لأن سبلاش وفتحت الصورة بتروح فيه services زي sharp مثلا والصورة اسمه sharp بتاع جوجل كده ممكن تستعملها فبالتالي انت بتتديله اي صورة والصورة دي هو بيروح يعدل الصورة ديت ويجيبها لك بالsize بتاعها اللي انت عايزه فمسلا انا قلت له انا عايزها 1000 في 50 والصورة اصلها مثلا 4000 في 4000 بيروح يعمل ويجيب لك 1050 بس الحل التاني هو لما تكون الابليكيشن الامجز كبيرة هو ميدي شوية امثلة هنا دي مثلا الامج اللي هو الباندا الاحمر دوت الصورة الاصلية اتنين وثمانية من عشرة ميجا لما تيجي تفتحها هو دلوقتي بيوري لك اللي على الشمال ده الصورة الاصلية واللي على يمين هو صورة اللي بعد التعديل الصورة اللي على الشمال الاصلية كانت اتنين وثمانية من عشرة ميجا اللي على اليمين الصورة بعد التعديل بقت تمنمائة كيلو بايت والفرق مش كبير يعني ما بينه لا تفرق كبير ازاي لا انا قصدي الفرق مش كبير في الشكل انا كيوزر مش حاسس ان الصورة بقت فيها تغيير كبير بالزبط كده الدنيا تقريبا هو اليمين هو الاصلية لو حزت فيه ديستورشن بص الفرق فيش فرق كبير خالص والفرق هنا ايه تسعة وستين في المية طيب لو انت عايز تقلل كمان الريزيوشن شوية شوف الكوالاتي هنا خمسة وسبعين انت ممكن تخلي الكوالاتي هنا بقت تمانية واربعين حجم الصورة ال هاو ايفر انت ممكن تشوف كمان هال الدستورشن ده فارق او معاك اكسبتبل ولا لأ هاو ايفر هي مش مش تعبانة خالص وهكذا فسكوش من الحاجات اللي انا ارشحها جدا فاي ايميج انت بتستعملها على الويب انك تستعمل ال سكوش ممكن تستعمل ساسبين بقى ساسبين دي قصة تانية خالص فانك تعمل ليزي لود للحاجات فده مش ده مش دعوة بال اه طيب انا حسب لكم اللينك بتاع سكوش برضو في النوت سمع احمد بحيث ان انتو لعبوا به هتنبسطوا جدا يعني انا اول مرة اتعرف عليه كنت طاير من الساعة دي بالنسبة لل اميجز للفيديو سوري لو انت عندك جي اي ايف مثلا ال جي ايف مش هيتعمل بسكوش بس انت محتاج ان انت تروح ال جي ايف ده وتحوله الاميج سوري الفيديو ليه ال جي ايف لما بيلود بيلود كله على بعضه بلق ومش حيران غير لما الدنيا كلها ايه تلود في الفيديو هو ممكن يلود البوفرد منه يلود وبعد كده يكمل فده انهانس في performance انت محتاج تفكر الحجم بتاع الابليكيشن بتاعك قد ايه سوري انا نطيت حاجة اللي اصطب و و و افريزنت مرة تانية مش فلو انت محتاج دلوقتي تفكر هل الاميجز اللي انت بتستعملها اوبتمايز ولا لا للويب وسلام يعني يا حبازة لو انت بتبني الحاجة ديت للموبايل كمان في حد كمان بيقول هو ان سكوش مقفول في مصر ومحتاج بيبين ما عرفش يعني افليكيشن زي سكوش هيتعرض عليه ايه ممكن يتقفل بي فيلو هيتعرض بي تتقفل بالغلط اكيد طيب دي اوبتمايزيشن سهلة ممكن تخليك توصل بسرعة للحلول تبص على كل الاميجز وكل الفيديو اللي انت بتستعملها وتحاول تكمبريس ها شوية لازم تكون ويحسن الدي طبعا من ضمن الموضوع ده لو انت بتستعمل اميجز في انك تعمل اي كونز في اي مكان بليز don't don't اي كونز مفروض انك تستعمل فيها اس بي جيز ليه اولا اس بي جيز هي راستر مش راستر سوري هي فيكتر فانت بتقدر انك تسكلها زي ما انت عايز ده حاجة الحاجة التانية انها في النهاية هي دوم نود بتلود اميديتلي بتقدر تقنيمتها وتعمل فيها حاجات جميلة مش مضطر ان انت ان انت تلودها as an image هلو جدا next bad or wrong caching دي باردو من الحاجات المشاكل اللي الناس كتير بتعملها وفي wrong caching ولا ايه اه طبعا في wrong caching دايما الناس تقول لك كاش على طول اي حاجة عندك كاش يعني اه هو ال caching طبعا solution لطيف جدا لحاجات كتير فتحس ان الحاجة كتعندك وبتاع فالدنيا بتلود بسرعة ولكن في bad caching ممكن يحصل ازاي bad caching ممكن يحصل ان مثلا انا بدأت ان انا اقسم البندل بتاعي لشوية chunks مختلفة والchunks ديت ليها علاقة ب مثلا بفيتش data مثلا والفيتش متاع data دوت بفيتش في say time lapse خلينا نقول مثلا time stamp الحالي مثلا ماشي وفي معا listة كبيرة من users خلينا نقول الليستة بتاعت users دي ما بتتغير ش خالص بس time stamp definitely بتغير لو انا بفيتش كل شوية بيجي له time stamp تخيل لو انا يعني تخيل لو انا واحد روح تجايح خطط الحاجات دي كده مكايش مع بعضها ايه اللي هيحصل كل مرة انا بدها على نفس الريكوست اللي هو كان cached time stamp اللي انا بطلبه متغير فبالتالي انا هروح افيتش حاجة مفروض ان هي جزء من البندل دوت او جزء من الكاش دوت كانت المفروض ان هي تكون cache لانها بتتغير ما حاجة بتتغير فمن مصايب بتاعة الكاشنج اللي الناس انا شفتها يعني بتعملها هي مش مصايب كاشنج هي مصايب استخدام خاطئ يعني ما انا بقول wrong caching بقى الناس عملت كاشنج مش مظبوط فانت محتاج ان انت وانت بتكاش تكون بتركز اوي ايه بتكاش مع ايه ما ينفعش ان انت تكاش يعني كل حاجة هو ده مش اللي هو يعني when all you have is a hammer everything looks like a nail يلا نحسن performance يلا نكاش كل الدنيا ما ينفعش في حاجات لو انت كيشتامع بعضها بالعكس ده بيهارم الperformance اكتر من انه بيهلب الperformance مثال اللي انا قلتلك عليه لو الريكوست بتعنك بتلود الlist of users ده ريكوست كبير ده ممكن يكون بيحصل بتلاقي ان انت فيه عندك بندل والبندل ده كل مرة بيلود ليه هو الuser ليست تغيرت تسأل نفسك السؤال هتقول لا ما بتغيرش هتلاقي تكتشف ان من ضمن البندل الكبير دوت ال 90 في المية منه بتغيرش في 10 في المية بيتغيره فبالتالي البندل كله بيلود كل شوية فده من المشاكل هلو جدا بخصوص انقطة اللي فاتت الفيديو فادي بيقول ان هو استخدم ويب ام فورمات في الفيديو وانه فرق وطبعا لو فيديوهات صغيرة فتستخدم جيف بتبقى احسن ففرق معه في البرفورمانس فبرضو ممكن الناس تجرب هايل جدا اللي انت عملته بس هو انت في الاسسابيليتي انت ان الدنيا حتى في البرفورمانس كمان ان الجيف لو مش كبير قوي ممكن استعمل جيف بس انت تقلبها فيديو جرب كده هتنبسط يعني لو هو الجيف صغير تمام لو كبير جرب تقلبه فيديو هتنبسط شكرا على الشيرينج يفادي فده القصة بتاعت الكاشينج خلينا نجو وقليد البيت فاست عشان خاطر الوقت من ضمن المشاكل اللي ممكن تكون حصلة عندك وانت ملتش عارف مثلا وال اكستران فتخيل ان انت ممكن تكون بتستعمل اي 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 اعملها من عن نات دي يعني انا واحد جلتي انا كمان في الموضوع ده وقت جانيار كان بالنسبة لي ده الحل السريع انا عايز اعمل كذا ادخل على mpm و search اكيد حد اعملها ساموير اول ما لقيها خلاص لقيت حاجة حلوة جدا استعملها على طول ده مش صح ليه لان في applications third party libraries كتير ممكن تintroduce performance issues لسه فيه مثال بسيط اوي واحد كان عمل تعديل في مقل كنت مشاره على twitter يعني مؤخرا كان عمل تعديل في line واحد من الكود بتاع library مشهور اسمها react table tan stack حسنت performance بشكل عنيف جدا طب دي ايه the third part library طب والناس بتستعملها اه بتستعمل بشكل intensive طب الناس كانت بتقابل مشكلة اه بس هو في واحد بس اللي خد initiative ان هو يعدل في library نفسها عشان يحصل طب هي كانت تفضل موجودة على طول لو محدش كان خد initiative ده بالضبط ف ده من المشاكل اللي كانت حصلة وواحد حلها وهي كانت third party library ولو ما كانت تفضل لوقتي طويل جدا موجودة وبسبب مشاكل في كل المشاريع اللي انت بتستعملها من غير اي داعي فانت لازم تركز اوي وانت بتضيف third party library ايه بقى الا بص علي انا اركز او اعمل ايه اول حاجة ايه لو انت بتسرش بتشوف library انت محتاجها بتنفس حاجة معينة بتبص على ايه الحيطة المهمة يعني كذا سبب مش بس للسبب بتاع الperformance اللي كمان ان دا هيزود في حجم البندل بعد كده فاول حاجة انا بشوف البندل size بتاعها دي وبشوف ان هي tree shakeable ولا لا والtree shaking دوت حاجة عظيمة جدا برضو معمولة في البندلرز خلينا اشرحه سريعا برضو عشان لو مش حد عارفه tree shaking هو ان انت يكون عندك application كبير جدا وانت بتستعمل منه حتى قد كده فبقية الapplication دا كله هو loaded عندك library دي كلها loaded وانت بستعمل حتة صغيرة دي بيحصل بعد كده حاجة زي tree shaking tree shaking زي literally لو انت عندك شجرة وبتهزها كده بشيء بتنزل الورق اللي مش ماسك فيها هو دا اللي ما بيحصلوه shipping بيبقى shipped منه الجزء اللي انت استعملته بس في applications في library كتير مش tree shaking shaked بشكل كويس اقرب حاجة انا بعمل لها موضوع third parties دا شوية 3 سير اول حاجة بشوف البندل بستعمل سايت اسمو bundle phobia مش عارف تحول اسمو bundle phobia او تقريبا هو دا bundle phobia ايوه انا مثلا يعني لو انا عايز استعمل library مثلا بتساعدني في مثلا dates مثلا مثلا كانت 10 واحدة لمدة طويلة كانت moment gs مثلا ازاي moment gs ما تيجي تفتحها دلوقتي بيجي لك شوية معلومات عنها اول معلومة عنها هي مثلا bundle size بتاح ها بيكون 172 بس هي لو minified وجي zipped بتكون 149 تمام الdownload time بالنسبة لك هو slow 3g بتاخد المدة تلاتة ملي ثانية ولو هي في 4g بتاخد 166 ميكرو ثانية فده مبشر وكل حاجة حو ايو لو احنا جينا نقول مثلا حاجة زي مثلا day gs مثلا sorry day gs لو جينا نفتحها هتلاقي dgs تقريبا بتعمل معظم الحاجات اللي بتعملها مو من gs however شوف حجمها d 6 و 5 كيلو بتاخد 58 ملي ثانية في slow 3g بتاخد 3 ملي ثانية لو في 4g طبعا هي كيف بتلوت في وقت اطول شوية however لما تبص هتلاقي هنا التلاتة دولة هما او هتلاقي ان دي اكبر ب 25 مرة من moment يمكن moment اتحسنت moment ما كانت كده moment كانت الاسوأ بالنسبة لهم بس هم مشتغلوا عليها هي اكبر من ب7 ونص مرة وهكذا دي اكبر 8 مرات من date functions مثلا هي الافضل من وجه نظر هنا مثلا ساعات bundle يقولك برضو الاناليسيز بتاعتها ال functions اللي بتاعتها كل واحدة performance بتاعمل ازاي compare للحاجات التانية هي اكبر من moment بس اصغر من day gs سرعة بتاعتها في loading دي وكذا دي كلها حاجات بحطها في دماغي ده من حيث ال bundle size من حيث performance بتاع ومن حيث يبقين لك اذا كانت هي 3-shakeable ولا لا الحاجات اللي انت بتستعملها بس هي اللي بتكون shipped معاك الباقي مش بيكون shipped خاص انا شايف انها معلومات عظيمة واسف ان اخرك لك بقى عن ال لا مابيش حاجة انا هوقف تاني عشان انا مش عارب بصراح قوي مفروض اعمال ده زي بقى محتاجة ان انت في third party libraries تكون very conservative حجمها قد ايه بتلود في قد ايه طبعا لازم تشوف كمان ال ecosystem حواليها مين بيستعملها ال issues اللي عليها علاجتها قد ايه لان انت لو انت دخلت بتستعمل library جديدة انا بعمل كده ايه لازم ابص عدد ال issues اللي مفتوحة مش fixed قد ايه ده ساعات بيكون misleading شوية لان حاجة زي مثلا chrome chrome اول ما طلع كان firefox كان هو المسيطر وقتها يعني chrome اول ما طلع كان عنده كمية bugs اكتر بكتير من firefox ده ما كانش بسبب ان firefox اجمد منه في الحقيقة هو اجمد طبعا انا بحب firefox جدا بس انا شوية affiliated ل chrome دلوقتي بس لسبب وجيه ان الناس راح اتهجمت على chrome وبقوا يستعملو كتير جدا فبالتالي ظهر لهم مشاكل اكتر فبالتالي عملو لها look اكتر بس ده بيكون بالنسبة لليبرز قصة تانية في الليبرز انت محتاج يكون في maintenance كويس يكون في حد بي fix البقز بشكل اسرع حجمها صغير زي ما قلت في البندل بشكل اسرع ويكون الناس بتتكلم عنها كويس في ريبيوز بتتكتب كويس جدا عن الليبرز ديت يعني do your homework يعني وامل research هيدلو next big bundle size لو انت عندك مثلا application يعني رحت انت جاي عمل زي زمان كده كنا بنعمل بحاجة اسمها grant كنا بنروح ناخد ونبندل كل جava سكريبت في فايل واحد كل css فايل واحد ده يعني قبل عصر component انا 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 جرانت ده لك انه حاطت زي مش عارف خنزير ورون انا 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 اسمه grant الحيوان ده انا ف ده كان عصر وول خلاص دلوقتي فيه ناس لسه بتعمل مشاكل من النوع ده ان انت بتروح تعمل بتقسم بتاعك الموديول مثلا او وبتخلي كل من ديت مش صغير كبير شوية بتقول انا حلود ده مع بعض عشان ده واحد ده بياخد وقت زي ما قلنا تاني نرجع لأول حتة انا عشان كده انا عند المؤادمة في ده المين محتاجة ان هي تكون فاضية لما انت تكون بتبعد باندل كبير هي بتكون مشغول ان هي تده واللود الباندل دوت وبالتالي تبدأ تبارس بقى تلاقي انها فيه تروح تلود تروح تلود تروح تلود وهكذا الدنيا ماشية المفروض اصلا ما باندلش المفروض ان انا لود في الاول على اقل في الانشال يعني او المين ثريد زي ما انت قلت الحاجات اللي انا محتاجها بس الباندل دي مش لطيفة اللي لو انت هتلود الاول اللي انت محتاجه بعد كده باندل تاني في البادجراوند يتلود الباندلينج في حد ذاته ما هوش حاجة وحشة خالص بالعكس بس كله زي ما انت قلت كل الجافا سكرت بتاعي فايل فده مشكلة الفايل هيبقى مثلا حجمه ميجا ولا حاجة ولا لو ضغط مثلا يعني نص ميجا برضو كتير هيوقف الدنيا بالزبط بالزبط مية في مية اللي انت بتقوله صح محتاجين ان احنا يعني نكون وحنا بنقسم الابليكيشن بتاعنا لتشونك او باندلز كل باندل بيعمل ايه في القصة دي عشان تقسم صفحة واحدة كبيرة لشوية تشونك او باندلز مختلفة وتستعمل بقى في ان انت تلود كل حاجة لوحدها فتعمل لها ايه فهي تلود في الوقت اللي انت عايز تلود فيه اول ما انت تسكرول او اول ما انت تضغط معين او 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 فانت هتم قوي بحجم وبالتالي في حاجة انا وضفتاش في السلايز بس هتكلم عنها دلوقتي معلش لو احنا بنروح ونيجي كتير بس يعني هتكلم عنها في حاجة اسمها performance budget وبندل budget اللي انت كلم عن بندل budget البندل budget لها كتير جدا بتخليها موجودة عندك في الموجودة عندك في ال pipeline ترنه في كل مرة انت بتbuild ال application او حتى locally الفكرة كلها فيها انت بتقول له والله انا عايز max size في bundle size بتاعي في bundles اللي عندي يكون مثلا يعني 60 كيلو بايت مثلا بالتالي اللي بياخد باله او اللي بيقسم الدنيا bundles او chunks بيكون مثلا wayback او bundler انت بتستعمله بيبص على configurations ويبدأ انه ينهانس هيشتغل شغله ويبندل زي ما هو عايز بس اللي بتعمل bundle budget هتطلع لك error في build يقول خلي بالك انت قلت ان البندل مفروض ما يعديش 60 ده 66 في 6 كيلو زيادة هنا هنعمل فيها ايه زي الحاجات تحط ها في CI في الاول فتوقف الكود لو حد عجن حاجة زي كده يصلح هو قبل ما يشيب الكود ده 100 في 100 انا اشجع اي حد بيعني بيشتغل دلوقتي ما عندوش مشاكل في performance يبدأ يعمل bundle size دلوقتي budget لان ده هاي بريفينت قدام انت كل يوم اصلا بتضيف وكل يوم بتضيف حاجات ما تعرفش امتى 3 شولد ده هيعدي اللي هو 50 ميجا والا 40 ميجا العشرين ميجا حتى اللي انت عملها لكل ممكن ان هي تعدي لو 20 كيلو وات 20 ميجا فجأة هتلاقي نفسك ان انت معدي وتبدأ بقى تلملم زي ما صاحبنا كان بيتكلم شوية عندي legacy اعمله ازاي لا ما توصلش انك تبقى legacy وعندك مشاكل performance من دلوقتي تحسبا اعمل budget للبندل وخليها في pipeline مع البلد بترن وما تعملش مرج لأي حد عدى البندل سايز طب البندل سايز عدى ايه الحل الحل انت تبص دلوقتي البندل ده الكبر ده ينفع يتقسم لو ينفع يتقسم قسم واثنين وثلاثة واربعة وخليه حاجات صغير فبالتالي انت بتدي فرصة للمين ثريد انها ترن البندل ده اللي هو صغير بدلا ما بترن مشغولة في الوقت ده بترن حاجات لأ هترن واحد واحد تاني واحد ما بين الوحايد اللي هي بتعملهم دول لو اليوزر عمل اي input click input text او هي حاجة هيكون في فرصة انها ترد عليه في الوقت اللي expensive asset عندك ليه بقى اي فايل انت بيجي لك بيكون فايل عادي ما فوش scripts css html قلت لك ان هو بيعمل اي في الاخر بيعمل tree تانية وبيعمل rendering tree وبيشتغل يلا خليها نرسم الحاجات دي جفاسكريبت مش كده جفاسكريبت بيداونلود بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بيبيلد بعد كده بيبارس بعد كده بي execute قصة انت مماشي فيه sequence كبير جدا في كل فايل جفاسكريبت فعشان كده انت محتاج انت تكون very conservative في القصة دي ماينفعش ان انت تبقى عمال بتلود فايل جفاسكريبت كتير في الاول او فايل جفاسكريبت واحد يكون ضخم جدا وجوه مثلا بينده فايلين 3-4 ما تعملش كده انت محتاج انت تكون تلود كل حاجة just on time please loading وتبقى متفاهم كويس جدا الكوست بتاع الجفاسكريبت حواريكو كمان شوية في ازاي تكتشف انهي سكريبت اللي عاملوش كده يعني انا مرضيتش تضيف كل المشاكل اللي ممكن تحصل لأ ده في مشاكل كتير جدا بقى ممكن تحصل في بس دي التوك تانية خالص لنتكلم عنها وقت تاني طيب المشكلة اللي بعد كده عايزين نتكلم في السؤال اللي كان بيتساءل من شوية نعرف انا ام توقف والله لا خلاص كده احنا الابليكيشن بقى كفاية كفاية بقى ان انا اعود عصر فيه لان موضوع الابليكيشن ده انا بحيث انا شخصيا ان احنا عمليين بنوع عصر في الابليكيشن عايزين نجيب اخره وطبعا اللي موجودة يعني عاملة شغل عالمي يعني من الحاجات اللي دلوها باي شارت بتكلم عن البرفورمانس بتاع الفريمورك شوف هي فين يعني شوف هي في وابقية الفريمورك فين حاجة زي بتلود باي فريمورك تانية بس بتلودهم في مختلفة وبتعمل حاجات يعني عظمة العظمة بس انت دلوقتي شغال في بيعمل اه امتا اعرف ان انا محتاج ان انا احسن وامتا اعرف ان انا خلاص كده كفاية البرفورمانس ده حلو وبسمسم ويلا بينا هنكمل على كده الموضوع ده بسيط هنبدأ باننا نحدد شوية متريكس تتخضوش من شوية الابريفورمانس ديت دي شوية متريكس مشهورة جدا في غيرهم كتير يعني بس انا هتكلم على دول تحديدا لان المتريكس دي هي اللي انت هتستعملها في انك اكتئيس البرفورمانس والبرفورمانس اللي انت عايز توصل فاول واحد مثلا من الشمال اللي هو time to first byte دي يعني المتريك دوت المشكلة الكبيرة بتاعته بتكون مشكلة في الباك اند انت عارف مشكلة بتحصل مشكلة باك اند فعلا ده مشكلته مشكلة باك اند تخيل اننا دلوقتي عملت ريكوست فتش ريكوست والفتش انا عملت الريلود للبيج او بفتح landing page لأول مرة حل لما يحصل ان الريسبونس الاولاني ييجي متأخر بتاع ثانيتين ثلاثة الت بيبين لي الوقت اللي حصلت لغاية لما الابليكيشن رد علي طيب ده بيكون مشكلة بتاع باك اند بس في الحقيقة لأ لأ الموضوع بيعتمد على حاجات كثيرة اول حاجة موضوع الفيزيكل ديستنس ما بين client و server تاني حاجة موضوع ال configurations كمان تعارف بيكون فيه three way hand checking سريعا برضو ده بيحصل ازاي ان client و server بتعرف على بعض high server high client انا محتاج منك files فالتاني يرد علي يقول تمام انت قول للاول انت ال ip بتاعك ايه فيروح الاول ال dns server يعرفوا ان ال ip دوت هو اللي attached لل name server اللي اختار دوت ما اتحد دوت net مسلا فيرد عليه يقول تمام انا معايا ال ip ستعمل ايه دلوات يقول انا محتاج الفيز يقول انت عايز الدنيا دي تكون secured ولا لا فيبعاث له انا عايز secured يرد خلاص ابعاث دلوات ال ssl certificate فيرد عليه بال certificate فيرد عليه يقول خلاص زي الفول طالما انت ردت عليها بال certificate دي cyphers او دي الشفرة اللي احنا هنت كلم به فيرد client على السيرفر يقول تمام انا خدت cyphers يلا نبدأ كلام السيرفر بقى من غلسته يرد عليه يقول ايه يقول لا في الحقيقة احنا هنريضايركت الفايل تاني لمكان تاني اليوزر عملها كده انت اول ما تلود في ال end point دي هنريضايركت فيروح يريضايركت على سيرفر تاني ممكن يعمل القصة دي من اول وجود فلا في مصايب بتحصل من اول بقى اللحظة دي يروح السيرفر ياخد actual request actual request دلوقتي هو بداية بقى شغل بتاع backend ما يبقاش guilty من وقت اللحظة دي انما هو guilty لو الموضوع طول عن كده حصل والbackend جهز ال data وبدأ يبعتها اول byte بيتبعت من السيرفر ويوصل بعد ما بعت request ده بيتقاس باول مترك ده time to first byte تمام بيتج سبيت بيزهل تمام حكلم عن بيتج طيب يبقاش دلوقتي اول مترك انت بت sb هو time to first byte ده مهم جدا ان انت تشوفه لانه لو طلع فيه مشاكل حاجة متنين تبقى مشكلة مشكلة موجودة في السيرفر مشكلة موجودة في ال مشكلة موجودة في بتاع ال قد يكون في مشاكل محتاجة النهاية تنهانز دلوقتي ده اول واحد تاني واحد حاجة اسمها fcp اللي هو first contentful paint ده الاول حاجة بتظهر على الشاشة وتترسم بالrendering tree فمثلا لو بتفتح مثلا instagram بيبقى فيه في الاول عارف انت اللي فيها اللوجو الصغير دي انا او 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 اي حاجة بيكون في سبلاش سكرين في الاول فيها لوجو بس في النص ما ده first contentful paint ده اول حاجة contentful او meaningful ظهرت للي user حتى لو هي صغيرة ده مقياسه ان انت دلوقتي لو خذ وقت اطول first contentful paint ده لي بقى اسباب كتير او بس يعني اختصارا سبب واحد منهم مثلا ان احنا given اللي انا كلمت عنه في الاول موضوع الtrees وال rendering tree والكلام ده ده ممكن يكون سبب عظيم جدا ان انت عندك dom tree b فالبراوزر بياخد وقت على ما يبارس ده كله ويبارس كل ال styles ده ويدمجهم مع بعض ويبدأ ان هو يرندر اول حاجة فدي برضو حاجات لازم تاخد لاجم ال الثلاثة اللي بعد كده lcp fid cls دول ستكلم فيهم كمان شوية لان دول هم الكرب vitals اخر واحدة هي time to interactive ده المترك اللي بيئيس الوقت من اول ما ال application يبدأ loading لغاية ما يبقى fully loaded with time now to interactive عظيم طيب خلينا نموف سريعا على الزغلول الكبير بتاع performance حاليا سنة 2020 زي موضت لك جوجل كانت عاملة initiative هيلة جدا اسمها core vitals وده سهل الشغل شوية بتاع performance والenhancement لان هو ادى طريقة الناس ممكن تستعملها في النهاية ease هما فين في performance بشكل سهل وادى three shoulder بناء على research عظيم هما عملين اول حاجة من الشمال هو largest contentful bent دي بقى اسمها largest contentful bent طب طلع واحد اكبر منه يبقى مش ده largest contentful bent ده اكبر منه وهكذا لغاية لما البيج كلها تلود فيقس الوقت اللي البيج خدته لغاية لما عملت loading largest contentful bent ده مهم في انك تنهانس مهم في ان انت عندك الشاشة مثلا 10 انش تخيل الشاشة 10 انش منهم 7 انش منهم صورة يبقى ايه هي اهم حاجة loot في البيج الصورة دي فبالتالي هي ديت largest contentful bent لو انت حسنت اللودي بتاعها ده حيعمل لك performance post بشكل يعني بجد خليني اتكلم عن كل واحدة في الدور بتاعها يعني عشان انا جاب صورة تفصيلية ده largest contentful bent زي ما قلت لك دي مثلا اللودي بتاع جوجل مثلا search فاول حاجة حصل لان اكبر contentful bent فاول واحدة على الشمال اول contentful bent هو كان search تكست اللي فوق ده تملك لان غالبا الناس هتعوز تسيرش في الاول فما فيش مشكلة انه يعني انه ده يكفي انه يظهر في الاول لليوزر انه يحس ان الصفحة بتلود دياني قدامه هو progressive enhancement تقريبا كانت قالت برضو في حلقة قبل كلا هو بيلود الحاجات المهمة الاول وبعد كده يلود الحاجات الاهمية فالترتيب بتاعها طبعا انت ما بتلاحظ ده بيكون سريع جدا بس هو بيلود في الاول التكست الموجود وده الحاليا قبل ما يلود الريزلز وبعد كده قال لك في الرقم اتنين اللي بعدها على طول هنا هتلاقي ان هي اكبر من اي اوبجيكت تاني موجود فبالتالي هي الاحق بان ننقسها وهكذا فضل يلود لغاية لما البيج هنا كده تي تي اي كده احنا وصلنا ل لان البيج بقت فولي لودت معاج في لودين حتى هتلاقي في التاب اللودر ده اختار فانت مهم جدا انت ده اهم حاجة انك تلود ده قبل اي حاجة فلو لاحظت هو عمل فعلا وخلى ده يلود قبل ما يلود ده مقصود لان ده هو لو الامج هنا اكبر منه الامج اولا هي تلود اول التول بتاعة كروم والحاجات دي بيبين ده بتساهل عليك ده وانت شغال صح بالزبط بالزبط انا حفر راجعك دلوقتي الموضوع عاملي طيب تاني تاني حاجة خليني دي عشان ديت هي تاني هو حاجة اسمها اللي هو الهدف بتاعه هو انه يحسن بتاعة البيج بتلاحز كتير ايام زمان لو فكر كده انت تفكر ده من الزمن بتاعنا برضو البيج بتاعة ياهو الاندينج بيج فكر كمية اعلانات اذا كان هي ولا البيج بتاعة MSN هي لسه لحد دلوقتي بتلاقي مليانة حاجة ما شفتاش من زمان بس انت بتلاقي كل شوية فيه شيفتنج بيحصل فيه اعلان زي ده كده بيظهر فانت بيزوق الدنيا لتاح و بتلاقي البيج عملا طول الوقت بتتهز لان اعلانات بتظهر هنا وبتختفي هنا و سايز مختلفة ففيه شيفتز بتحصل طول الوقت التول دي او المترك دي شغلانتها ان هي تقيس كمية اللي بتحصل بعد البيج ما بتلاقي فده مثلا مثال لطيف قوي لو انت مثلا في كارت واطلعلك الفورم اللي قدامك دي هل لسه مظهرش خلينا نأمل ان هي هتلاقي ان شاء الله ايوه فانت الوقت حطت ستة خمسين ايتم فانت ريحت جوباك بتضغط حصل شيفت فضغط بالغلط سبميت there is no جوباك خلاص انتهى ده is a bad experience ده bad experience انت عمل بتشيفت في الحاجة والحاجة بتتحرك من مكانها فبالتالي ده bad user experience المترك دي شغلانتها ان هي بعد في كام حاجة تغيرت وكام حاجة shifted وبالتالي تنهانسها نسيت بس ان انا اقول لك هنا ان الريسورش بيقول ان lcp لازم يكون سنيتين ونص لغاية سنتين ونص هو كويس في اللودين لغاية اربع ثواني لا محتاج enhancement اكثر من اربع ثواني هو poor كده في مشكلة عندك في البيج فدلوقتي انت عندك metric te امت اعرف انا كويس ولا لا نيجي على cls هتلاقي ان هو محتاج ان هو يكون واحد من عشرة shifting في البيج ده يبقى كويس لغاية ربع ده معناه ان هو need enhancements اكتر من كده هو poor كده انه shift بتحصل كتير ربع ايه ده value ولا يعني ربع بيكسل ولا ربع ايه يعني لا ده value هو المخيص بتاعه يعني ممكن يتلاقي حد جاب واحد مثلا لو واحد من عشرة اتحرك من مكانه نسب بتكون نسبة يعني بيقيس يعني لو مثلا بيعمل interaction مع البيج ويشوف حاجات اتحركت عن مكانها وكزا بالزبط بيشوف بعد ما هي loaded اتحركت add day بس خلينا نموف on ده بقى يعني very interesting بان يعني ده صعب اصلا في شرح فعني bear with me في الموضوع زي ما قلت لك قبل كده TTI هو اللي فوق دوت هو time to interactive ده بداية اللودين بتاع البيج وده نهاية اللودين بتاع بيج كده البيج بعد اللحظة دي بتكون idle خلاص هي وصلت لان كل حاجة loaded انا جاهزة ان حد يديني اوامر في الوقت ده الاولان ده بيكون بيلود حصل navigation والnavigation ده عمل شوية network request فخلينا نتخيل ان اول request ده عمل loading لHTML في نهاية HTML لقى شوية files نزل file مش عارف مثلا font وcss وفي css file التاني وهو ماشي من هنا خدت بالك حصل ان هو بدأ ان هو يبقى مجغول اول ما يبدأ parsing المين ثريت بقت مجغولة عمل بتعمل parsing وتعمل rendering reflowing والدنيا مجغولة تماما في الوقت ده اللي مجغولة فيه المين ثريت ده وقفت ورح تتمكملة هنا لسبب ما انها رح تعمل حاجة تانية رح تترندر حاجة رح تتكاش حاجة وهكذا الوقت اللي هي بدأت تبقى مجغولة فيه تاني ده بعدها بثانية بالظبط البراؤزر receives user input click الuser رح جاي ضغط على زرار المين ثريت في الوقت ده مش عارف توقف فلازم تكمل ده كله قبل ما تستقبل حاجة تانية ففضلت مكملة من اول ما بدأت هنا في النص جالها الانبود وبدأت انها ترد على ال الي الو الوقت اللي خادته من هنا الهنا هو وده الفريست input delay هو اليوزر بيحس بيلاقي البيج هالنجت شوية ولا بيلاقي انه خادت وقت لحد ما ردت عليه خادت وقت هو بيضغط على الزرار فمثلا يعني لو الزرار المفروض انك لما تضغط عليه بطبيعة الحال بيروح يأم الريكوست وبيترن انه يكون disabled مثلا خاد وقت حصلت لك في تويتر تويتر خربان حاليا فما بتدوس بيقعد بالذات الويب يعني ضايع فممكن تدوس على الهارت ده يعود على ما يحمر سنة بحقي دي مشكلة دي مشكلة performance صريحة ما فيهاش نقاش منها قصة ال بس المشكلة بحف ده ان ده ما بيكونش اول input delay ال first input delay بس انا جايلك في الكلام بعد كده اللي في تويتر ده حاجة تانية هقولك عليها دلوقتي ازاي نقاس طيب ازاي نقاس احنا في ال 100 ميلي سيبقى كويس لغاية 300 محتاج اكتر من كده يبقى فيه مشكلة محتاج انه enhanced طيب next is ال new ده new metric لسطلع يعني هو experimental بقى لوجي سانة هوت حاجة اسمها imp interaction to next pent ده حيكون غالبا غالبا successor بتاع الف id الف id بيقيس first input delay بس ده بقى بيقيس input delay as you go في كل ال application في كل الوقت حاجة زي twitter هو خلاص وانت هتلاقيك بعد سنة عمل بت scroll خلاص انت عملت كزا input قبل كده جاي بتضغط فعلا like ف ال heart بياخد وقت لما يحمر ده معنى ايه معنى ان في input delay حصل هنا دي clearly performance issue المفروض ان هم يشتغل عليه طيب الدنيا هنا اتحسنت شوية ليه الموضوع الجود بقاش 200 ميلي سيكون 200 لان انت دلوقتي already في وسط ال application انت في دلوقتي عندك حاجات كتير جدا الapplication ممكن يكون بيعملها في الوقت ده ممكن تكون انت بتليت حاجة تانية ممكن تكون انت في ريكوست حاصل في background ممكن يكون في running script بتعم analytics ولا اي حاجة وانت عملت الانبود دوت ف 200 ميلي سيكون لان الapplication طالما هو fully rendered الuser زي ما قلت لك الperception بتاع الهيومن بال seconds مش بال ميلي seconds فهو مش هيحس ان 200 ميلي seconds ده وحش هيحس نكويس جدا لو اكتر من 500 بور لو حاجة الانبتوين هو محتاج شوية enhancements من ناحيتك غالبا غالبا الاسبوع الجاي ان شاء الله في حاجة اسمها جوجل اي او هي اللي ناس بتكون بتابعي يعني هيعلن فيه رسميا المستقبل بتاع الكورو فيتل انا يعني ارشح اي حد يعني مش بيتفرج عليه لانه هو مش بس بيكون على الويب هو في كل المجالات بتاعة جوجل بيكلم على اي جديد عندهم developer wise يعني والويب تحديدا المرة فيه كلام كتير عن performance يعني بكلمكم على حاجات هتعرفوا السباق ان شاء الله بلاش ان انا اتكلم معنا اشان انا ماضي in the a يعني هتسمعوا كلام كويس عن the imp all right طيب احنا دلوقتي بقى عندنا matrix عارفين المتريكس ديت هي اللي بت إحنا وصلنا رفين وإحنا كويسين ولا مش كويسين وhow fast is fast ازاي بقى نقيس المتريكس دي ايه التولز اللي في ادينا اللي تخلينا ان احنا نقيس المتريك ديت وصل الفين ودراجيتها كام وناس حبها ولا مش حبها وهكذا في عندنا كذا حاجة اول حاجة في حاجة اسمها lab testing وفي حاجة اسمها rum ال lab testing هو التستنج اللي انت بتعمله بتولز من غير وجود اليوزر بمعنى ان انت مثلا بتران ال application على system وبتقول له والله نفترض ان اليوزر السرعة بتاعته كذا ونفترض ان ال processor بتاعه كذا run ال application وورين كده هاي performance زي فانت كده كأنك في معمل عمال بتجرب وبتفترض افترضاتك وبتشوف هي شغلة لم يشغل طب ال rum ده يعني real user monitoring وده معناه ان انت فعليا بت set up something في ال application يقرأ real user data ويقول لك والله اليوزر لقى الدنيا بطيئة في الوقت فلاني اليوزر لقى ال cls مثلا كذا اليوزر شاف بعني ال f id قد كده وهكذا ده very accurate ده اللي more accurate ده اللي مفروض تريلي عليه ده اللي مفروض ال business تاخد خرارات عليك اما lab testing ليوش لازمة العكس lab testing بيعمل حاجة اسمها baseline هو بتحط baseline بعد ما تعمل market research وتعرى في users بتاعمل 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 موبايل عامل ازاي او devices عامل ازاي او sizes بتاعمل ازاي او internet connection بتاعمل ازاي بتاخد كل الكلام بتاعمل ده وتاخد ال average بتاعه وتروح تعمل lab testing فانت كده بتميت ال bare minimum من performance بعد ما عملته تروح تعمل بقى rum تستطل الموضوع دي تتعندك في application وبالتالي تاخد بقى data حقيقية وتقيس بناء عليها انت كويس ولا مش كويس وهكذا فالlab testing ده هو ال basics اللي لازم تعملها وبعد كده تبدأ بعد ما تخلص تدخل على rum بالضبط بالضبط لازم تبدأ بالlab testing عشان يعني وكده كده في minimum level من performance لازم يكون فيه الapplication بتاعك طيب اخر حاجة هزا تكلم عنها هو التول اللي انت ممكن تستعملها في lab testing او ال rum هيرو جده الناس كان بتسأل عليها فانت قريدي مجاو اه في اللي كان تكلم عليها حد من شوية وفي ال ال lab testing بالاساس بس بيرن هو ده تريكي شوية هو lab testing عشان انت بتعمله in demand فوقتها بس هو بيرن على ريل ديفايس سوموير بالعالم بس هو ما بيعرفش يقيد شوية حاجات من تحتاج يوزر فلو لاحظت مثلا عندنا ال FID وال IMP بيحتاجوا يوزر يعمل input عشان نقيس delay بتاعه صح كده فده مثلا ما ينفعش يتقس خالص محتاج يوزر حقيقي عشان يحس بال perception فعندك ده بيرن على ديفايس حقيقي انت بتختاره في حتة في العالم هنجربه كمان شوية ده عندك حاسم جوجل تاريخ بج سبيت ده برضو هنجربه كمان شوية ده بلاب تيستنج بيطلع لك كل الكورو فيتلز واكتر كمان في عندك ده بقى يعني انت مش محتاج انت تعمل اي حاجة تفتح البراوزر بتاعك عندك في حوار رهولة كمان شوية برضو بيطلع كمية ديتا وكمية نصايح تعمل ايه لو انت ما يعني هتطلع من النهاردة بالحلقة دي بانك ازاي تدتكت الحل لا يكون عليك بس يعني اتعلم ازاي تدتكت اهم طيب نجح التلاتة تانين في حاجة اسمها اكماي امبالس ده بيت ده بيكون روم ده كده روم بيعمل اكماي طبعا شركة مشهورة جدا في بس هم عندهم بتستعمل في موضوع ال في قصة الكروب فيتال في كاليبر كاليبر دولة من الناس الهيلين جدا 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 طول بتاعتهم عظيمة بشكل غير عادي وهم ناس اصلا يعني في الكميونيتي بيكونتروبوتو يعني هركوميند برضو لينك ليهم هم عاملين نيو سليتر هو يعتبر الافضل على الاطلاق في موضوع ال دول عاملين نيو سليتر دول يعني في قصة الاريو ام فتقدر تعرف اليوزر الفلاني كان بيستعمل ديفايس عامل ازاي وانترنت كونيكشن بتاعه كان سرعته قد ايه وحصل له ايه في كل واحد من الميتريكس اللي انت بتقولها دي فانت دي انت بتتفرج على حاجة حقيقية قصلة قدامك كأنك جبت اليوزر قعدت قدامك وقلت له استعمل كده الابليكيشن المتفرج عليك الاخير وهو الوحيد في الاريو ام في الحاجات اللي أعبركم من ده هو حاجة اسمها كروم يو اكس ريبورت ده فري و او او لا يحد ممكن يستعمله وانا استعملته قبل كده برضو بيجيب لك ريبورتس عظيمة جدا ويمكن ده اللي بيعتمدوا عليه في الريسورش بتاعتهم انهم يقولك ثري شولد الصحي بالنسبة لهم كذا ولا كذا ولا كذا ده جوجل اللي عامل طبعا فيه سينتري كمان سينتري هو يعني فيه ناس كتير بتستعمله كأنه هو performance monitoring بس هو هو اغلبه بالmonetering بتاع البوغز يعني بس هو برضو فيه طولز لطيفة جدا بتغير performance بس يعني ما هواش احسن من الحاجات التانية بس لو انت عندك سينتري في الشركة بتستعمله يعني بقى هل تستعمل سينتري هو هو في ال back end برضو صح انا انا فانت بالنسبة لك لو عندك سينتري ممكن مبدئيا تعتمد على ال ريو ايم اللي هو بيجبه لك لانه ده مهم و عشان خطر اجنب سريع احنا كلمنا كتير قوي زمان الناس نامت مننا في الكام طول اللي انا كلمت عنهم في عندك تقول هنا لطيفة اللي هي اسمها web page test الweb page test تقريبا هي جيد اقوى بشركة اسمها catchpoint هاي كده بس يستيل web page test dot org بتقدر انك تختار انت عايز تست هل هو site performance ولا courweb vitals ممكن يجب لك حاجة light house حواريك light house هو كمان visual comparison ولا trace routes خلينا نروح مثلا بتاعي يعني فرقوا الدنيا مش ازاي طبعا site سريع جدا بس مش بbreak بي والله هو static generated ف كده حتلاقيه سريع انت بتختار انت عايز يرن على mobile 4G ولا desktop على cable وبيبدأ انه يرن من virginia على cable connection بيبدأ انه يرن على device حقيقي بتختاره في الدنيا طبعا هو بياخد شوية وقت علم يرن وبعد ما يرن بيطلع لك report الريبورت بتقدر تشوف هو رن على device الفولاني اللي هو بيقولك في virginia في usa على ec2 chrome و cable ال situations دي تقدر انت يتحكم فيها تقدر تقول لا انا اريد بشكل فولاني لان ده شكل ال user بتاعي بتاقي تبص على curve vitals هتلاقي بيقولك ايه لما انا عملت الconfiguration زي ورنتها بيقولك ان الlargest content for page لات في واحد ثانية وشوية و community layout shifts الحمد لله صفر الحمد لله ما عنديش اي shift تات ده انا مكنش عنه بس هو اللي ممكن نستعمله كبديل ال FID هو محتاج user حقيقي ان هو يشوف يكليك ويشوف الdelay حصل فالday بس tbt ممكن يكون بديل في lab testing لانه بيقص الوقت ال main thread كانت بلوك ده كان وقت وليل جدا انه 8 microsecond تقريبا ده عظيم كده اي user ممكن يدخل ويضغط مرة واحدة في هنا بقى شوية data عظيمة جدا هنا مثلا هو جايب لك screenshot من device اللي كان بيرن عليه ده screenshot من اي من waterfalls اقول لك مثلا الwaiting time هو dns خد وقت قدي connection خد وقت قدي ssl وقت قدي html javascript طبعا كل حاجة بالcolor بتاحها فتقدر تضغط وتشوف ده الrecourse ده عامل ازاي وخد وقت قدي وشكل كان عامل ازاي ip بتاعه size بتاعه in bytes downloaded وun compressed byte out وكذا في حاجة كتير قوي هنا انت ممكن تتعلمها وانت بت enhance performance عن طريق tool دي فانت دلوقتي انت تعلمت كل الحاجات اصلا متفردة انا دلوقتي بجمع لك الدنيا بس في tool انت بتستعمل tool تعرفك بس انت تبقى عارف من جواك هو يعني largest contentful bent وقت دلوقتي ده انت فاهم دلوقتي طبعا هو هنا قال لك largest contentful bent detected ان التكست ده هو اكبر تكست موجود في الصفح فبالتالي هو كان قليل جدا في الوقت بتاع الهدن بتاع هنا يعني فيش white information عظيمة جدا برضو عندك total blocking time بيقدر انه يحدد لك امتى بالظبط الدنيا كان هنا مثلا تقريبا ده كان اكتر وقت الدنيا في كانت بتلود وده بترن الحاجات ديت في ديف طول نفسها عشان خطر لو انت عايز تبص انت بنفسك الدنيا كانت ماشية زي فدي طول عظيمة حاولوا تستعملوها برضو لو انت بتعمل detect اللي كان بيسأل على detection في legacy application the first thing you can do is to do lab testing تتست الدنيا فيها ايه ماشية ازاي طبعا ده ويف vitals بس انت ممكن تروح على performance summary مثلا فبتلاقيه هنا بيقولك برضو شوية حاجات في performance summary يقولك مثلا time to first bite اللي كنت بكلم عنه جاي ب time line فدي كويس جدا يعني اليوزر في اول كم ملي second شاف اي وهكذا انا بكلم على الصورة اللي فوق اللي بالعرض دي جايب time line بتاع اليوزر مع الوقت فعظيمة جدا فلا هو ده من السايتس العظيمة طيب حاجات تانية ممكن تستعمل حاجة زي speed insights ده اللي كنت بكلم عنه كنت ناسي اسمه ده برضو جوجل اللي عامل بتكتب السايت اللي انت عايزه وتعمل analyze باختصار بيطلع لك الحاجات دي هي lab testing still فعشان كده FID IMB شوف هو لسه experimental بس سون ان شاء الله مش هبه experimental بقى متاح يعني بس دول ما يقدرش تقسم كده كده بlab testing لازم يكون real user بيقول لك الدرجات المختلفة في total time to first byte هنا بيتأس يتحول شوية يقول لك performance overall على الموبايل 72% الscore ده بيجي عليه حاجة كتير هنا بيجيب لك برضو هنا screen shots كمان بيجيب لك لكل حاجة انت بتلود هنا بيديك diagnose وشوية opportunities انت ممكن تعملها عشان تحسن performance والaccessibility يقول لك ان هي درجتها حاجات كتير جد ده طبعا شبه ال light house مثلا لو جينا نفتح بقى light house ده لسنا الصيب بتاع هوات لو جينا فتحنا light house انا كلنا عملت فتحت div tools هتلاقي فيها by default عندك light house light house عندك حاجة كتير او ممكن تقس ها هنا اول حاجة بتختار الدفايس انت عايز موبايل ولا ديسك توب عشان هو بيسميليت الحاجات دي انت بتقول له انا عايز performance بس ولا في accessibility best practices seo و progressive web app ده مش وقت نتكلم عنه ده موضوع تاني خالص وفي publisher ads plugins خلينا نركز النهار ده على performance كل اللي هتعمله انك تسيلكت الحاجات اللي هتسيلكتها وتقول analyze page بيروحي analyze page load في 100 تلاقي ان first contentful paint خد الوقت ده largest contentful paint قدي كده total blocking time cumulatively out shift speed index speed index ده من الحاجات المهمة جدا اللي بتcontribute في الراكينج بتاع الويب سايت دوت على جوجل كل ما هو يكون أسرع ده بيcontribute لي أكتر هنا بقي ولك مشاكل هو حسها فأنت ممكن دي chances انك ممكن تحسن في الدني ده معناه ده معناه مثلا ان هتلاقي في جزء من الكود base اللي أنا بستعمله بستعمل gatsby مثلا عشان ابني الapplication دوت جزء من الكود base اللي أنا بستعمله في جava سكريبتم اللي هي ap like script 6 فبالتالي البراوزر دلوقتي فولي بيفهم AS6 plus وبعد كده بيفهم اللي هو AS modules فبالتالي مش فيه داعي خلص انك تشيب المضاد هنا تلاقي بيقولك polyfields and transformers enable legacy browsers bla 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 you might need it في بعض الapplication ممكن تكون محتاجاها ليه ما دي بقى مشكلة الويب عن اي مشكلة تانية للبروغرامي ان 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 ما بتبقاش عارف الapplication بيرن امتى وفين وspeed بتاعتك بتاعت اليوزر اد ايه في الوقت دوت والdevice السكرين بتاعته اد ايه وهل هو هيستعمل انهي براوزر اللي حنا بدنا فيندورز كتير جدا فده كله بيترطب علي ان انت ممكن تشيب legacy بس ده حاجة من الحاجات اللي هي بيدي لك option وشي بشي اوزكر برضو الكريتور بتاع view ايفان يو كان عمل عمل برضو بروجيكت تاني كده اسمه viet viet هو هو يعتبر زي bundler على runner على شوية حاجات كده بس سرعته غير عادية طب سرعته غير عادية ليه وال bundle size بيجي صغير ليه لشي السبب وجه جدا الراجل بيشيب اس modules بيشيب ال latest javascript فمش محتاج انه يعمل اي poly fills مش بيس support اي legacy براوزر مش بيس support اس modules وبالتالي الدنيا بتكون اصرع جدا طيب ال diagnostics ديت مهمة جدا ان انت تقرأها وهتلاقي في حاجات كتير هنا مثلا اللي هو لك في past audits هتلاقي دي كلها audits هو عملها مش بالشرط ان انت كل sites تكون معادية ده زي مقلت لك ده static site generated عشان كده هو سريع جدا لو راح مثلا على cnn مثلا مثلا هتلاقي دنيا مختلفة هتلاقي انه في اكيد ده مشهور هتلاقي في optimisation بس مش هتلاقي زي static generated زي بتاعي مثلا لا هتلاقي ممكن تحصل كتير مثلا lighthouse is warming up بنaster ممكن ياخد شوية وقت لانه هو سايت مش انا بق حاجة صغير اه 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 خليني ادغط analysis مرة تانية خليني نروح مسلا على سايت ثاني مسلا فده سايت لطيف خليني نقول انا قلت عايز analysis مسلا للسايت دوت هو tex اه حشش ان انا بس محتاج اه اري لودو في اه اش عارف انا برضو في نفس الوقت كده يعني هعدي على الاسئلة برضو الناس سألتها بما اننا في نهاية الحلقة نبدأ نجاوب سريعا اسئلة الناس انت اردي ما شاء الله جاوبت اصلا معظم الاسئلة الناس تعبت مننا هو لسا في حد بتفرج انا لسا في ناس الفرق اه اه ماشي عموما انتم خدتوا الفكرة هو جايز يكون يعني حانجت دلوقتي بس عشان السايت ولا حاجة اه خلينا نجيب الفيو بتاعنا اه اه ممكن يعني عمر كان بيسأل هو كان بيسأل في الاول فهو بيقول ان البرفورمانس هي بقت يعني كان الهدف الحافز الاساسي يعني لكل الفريمورك اللي بتطلع جديدة يعني عشان كده هم بيبيعوا بيها تقريبا يعني اللي هو كله بيركز احنا البرفورمانس بتاعنا اجمد حاجة هو بيسأل لا انا ما اقولش كده انا اللي قلته لو رجعت للشاشة كده هو بيسألك عموما هو سؤال مش بيقول انت قلت كده لا مش هو طبعا الحافز الاساسي بس هو من الحافز الاساسي جدا يعني اي حاجة اي فريمورك جديد هتلاقي بيعمل حاجات بيحسن حاجة كتير بجانب البرفورمانس لازم مطلعك ده بيكون تريبويت فحاجة كتير منها الاسكور بتاعك على الانترنت والناس بتحب الحاجة تكون بتلوت سريع اه فيه ريميكس تحديدا انهانسمن دي اكس انهانسمن في البرفورمانس وفيه انهانسمن في طرية الراوتين فيه انهانسمن في حاجة كتير او اي فيه سؤال تاني مش حعرف ريليت تعمل بس او حسنا او 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 ويل الموضوع ال ال بري فلاي انت دلواتي تبقوا ال بري فلاي بياخد وقت طويل مع الكورس بس لما تشيل الكاش تعمل بس او عارف الكيس دي يعني يعني معينة لو عايز تتواصل معايا بعدها ابوص عليها معاك مفيش مانع يعني بس هو ال عشان يعني الناس تبقى عارفة هو عبارة عن ايه هو ان انت بتروح احنا طبعا عارفين بتشتغل ازاي بتعمل بيبقى في get و post و put و patch صحيح كده فيه حاجات تانية بتكون بتبعت data وبتستقبل data وبتشيكل الدنيا فيها ازاي والconnections وكده ده بيكون ما بين البراؤزر والسيرفر انت ما بتعملوش انت بنفسك تمام بس ده بيكون configured على السيرفر ان يعمل القصة ديت مع السيرفر ولا لا فده انا ما عرفش الكيس دي بالضبط بصراحة ان هو بياخد وقت اطول مع الكورز ليه ممكن تتوصل معايا ونبص عليها في سؤال بخصوص 3GS دي اعتقد دي اللي بترسم حاجات اللي بيستخدموها لل يعني الحاجات اللي هي graphs والحاجات اللي شكلها حلو اكيد انت عارف اكتر هو بيسأل عن انه ان البرفورمانس وقصده ان 3GS بتبقى يعني بتبقى مهتمية اكتر بالرندرينج فعشان كده البرفورمانس بتاعها بيبقى احسن عن الفريمورك التانية بتاعت الناس الغلابة تمام وصلتني الفكرة بص 3GS كان من الحاجات اللي كانت ثورية جدا لما طلعت الصراح في موضوع الجيمز والحاجات اللي بتعامل بجافو سكريبت والحاجات 3D عموما however 3GS بتستعمل webgl غالبا يعني اسفارة زي i remember لو انا مش غلطان ودلوقتي الجافو سكريبت في الحقيقة هي مش احسن حاجة تستعمل في الحاجات دي ممكن تستعمل web assembly دلوقتي بتكتبه بتايب سكريبت وتقدر تكمبيل كمان web assembly يعني performance wise لا 3GS انا استعملتها بلكده ما كانتش احسن performance خالص بس كانت هي احسن حاجة متاحة في الوقت ده لو انت عايز تستعمل حاجة تانية في project جديد يعني لا انصح ب3GS في الوقت الحالي في قصص ومويل وحاجات تانية كتير ممكن تستعملها دلوقتي اصرع حد كان بيسأل مصطفى بيسأل بخصوص blazer web assembly انت قلت على web assembly بخصوص performance انه احسن لا هو احسن في حاجات معينة عشان الناس ما تاخدنش غلط انا كنت عملت فيديو بتكلم عن ده قبل كده لا هو مش blazer web assembly as you go انت لو بتستعمل حاجة زي application game مثلا ولا حاجة فيها 3D انا اعرف ناس كانوا عاملين application زمائلة يعني في شغل كانوا عاملين application لفلاينت كان VR بيمشي يبص في الشوء يعني كانوا عاملين حاجة زي viewing كده للبيوت اللي بتتباع بس بكاميرا فده 3D وهي لودنج images وحاجات كده عاملوه بweb assembly لانه فيه شغل كتير قوي محتاج rendering كويس محتاج يشتغل على ال GUI اكتر شوي بس انت لو بتكتب بweb application عادي لا ما تروحش الweb assembly ولا ده overkill يعني طيب الناس بعد كشف الحساب انت قلت ان انت هتعمل فيديوهات السنة دي وما عملتش ياريت تبدأ تنزل فيديوهات الناس يعني بتحب الفيديوهات بتاعتك ان شاء الله احمد هو اللي فتح شهيتي ان انا يعني ياريت اه هو انت قريدي انا عارف انت كنت ناوت رشح كتب في النهاية فحد بيسأل بقى كتب لل performance لو تقدر تقول للناس يعني احسن كتب فديتك فعلا وانت حسيت ان هي يعني فرقت معاك ما انت قارضها وكزا اوكي خلينا اقول لك على شوية resources للناس اللي عايزت بتبدأ بخصة performance دي اول resource وانا شايف ان هو يعني fundamental يعني انك تتعلم هو web.dev web.dev هي تعتبر البلوج اللي بي get documented عليها حاجات يعني من عظيمة جدا يعني خليني افتح لكم دي عليها تقريبا اي حاجة تخص performance اي حاجة تخص الweb عموما هتلاقيها موجودة علي web.dev دي فتحت البلوج كده واسترسلت بس يعني كتبت مثلا يعني مثلا هنا في search كتبت ام ايم بي ضغط هنا هتلاقي في مقال ده اي دي سوري انا ضغطت غلط هتلاقي هنا مقال لحاجة يعني هو مكتوب يوم 6 مايو السنة اللي فاتت والنهار ده هو الاسبوع جاية 10 مايو ممكن انه يطلع من انه experiment تبص هنا تلاقي كمية المعلومات ويمكن حتى معظم الحاجات اللي انا خدتها ك reference او صور او حاجة هتلاقي واخدها من عصايد ده في كمية معلومات وكمية documentation مكتوبة من chrome team رهيبة رهيبة لازم تبدأ على طول بالقصة ده طبعا تتكلم عن matrix that different matrix تتكلمنا عنها فانت لو عايز resource here time to first bite fcp lcp fid tti tpt cls وين بتقريب احنا تتكلمنا عن كل دول النهاردة عايز تتعام مقطر روح على web.dev slash matrix حاجات التانية في سايت لطيف جدا 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 كان اخونا بسريع عمل فيديوز عنه اسمه patterns dot div اللي عمله ادي وثماني وليديا هالي ده كتاب مفروض بس هم محاولين الحاجات interactive ده في resources عظيمة جدا على كل framework زي ما نشايفين هو اساسا بيتكلم عن patterns however لو انت جيت بسيط هنا هتلاقي ان في performance patterns لو ضغطت هنا هتلاقي في شوية performance patterns يعني من قلبك يحبهم اتبرج واستمتع وحتدعي لي يعني مثلا مثلا يعني خلينا نفتح حاجة زي في حاجة اسمه preload في حاجة اسمه pre-fetch pre-connect شرح يطول في قصص زي دي بس اختصارا يعني حاجة زي preload هتلاقي هنا بيشرح لك بالcode وفي هنا حاجات interactive كمان تبص كده على الانيميشن يقولك هو انت لما تستعمل preload ايه اللي حيلود قبل ايه اللي مش عارف ايه ده برضو من الريسورس اللي انا برشح بشدة بس بس في section لperformance انك انت بتكلم على performance بس what else هنا مثلا على twitter يعني بكلمك بقى على اسهل حاجة ممكنة تقطت على twitter تصير على هاشتاج اسمه webperf معظم الناس اللي بيشتغلوا في الweeb performance بيشاروا حاجات على الweeb performance على الهاشتاج ده فده برضو من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعملها انك تروح على حلوة جدا بتبدأ بقى من خلال الهاشتاج ده وتعرف الناس اللي انت مفروض تتابعهم تضغط كذا وتعملهم follow وهكذا يعني هنا مثلا ده مايكل ده برضو gde بسهو بيتكلم على angler اكتر وهتلاقي بيتكلم على webperformance في angler فانت ممكن تقع بقى الكمبيينيشن اللي انت عايز عايز performance في angler هتلاقي عايز performance مش عارفية هتلاقي وكذا فده برضو very good resource next بقى وده من الحاجات اللي انت محتاج ان انت تتابعها لما تكون اصلا يعني بتشتغل بحاجة performance او لا بوضو يعني من اجل الاستمتاع خلينا اولا ده من احسن الميوسليترز اللي انا اشتركت فيهم في حياتي يعني طبعا حياتي التقنية يعني performance ما فيش احسن منه في كذا performance نيوسليتر تانين بس مش بجامدان ده اللي عاملينه شركة كاليبر اللي كنت بولوك عليها بس ال performance يعني وانا ليا الشرف ان انا طلعت في نيوسليتر ده وانس في الفرجن تسعة وتسعين هؤيفر يعني ال هتلاقي عنده كمية معمولة مدرورات وصل 125 وهكذا يعني رجعين لو بصيف عايز ترجع بهذا الزمن تلاقي مثلا ايه ال issue number 125 ارجع بقى هتلاقي 100 ده هتلاقي فيه مقالات مهمة جدا بيديك هنت كده المقلة بيتكلم عن ايه ودول بقى بيكونوا كريمة الكريمة في الفيرفورمانس مفيش هنا مقال هما بيشيروه إلا وبيضيف حاجة للي بيقراه في الفيرفورمانس يعني شيملوس بلانج بلاجا خليني اوريكم المقال بتاعي هو اللي ظهر عندهم وانس يعني ظهرت مرة يعني الحمد لله اوه 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 طيب بعد كده خليني حاوريكم حاجتين بس دلوقتي تحكينا مع حاجات بيت الكتاب ده من اعظم الكتب اللي انت محتاج تقراها مليان معلومات مهمة وهو جنبي هنا على الديسك طوالوقت فيعني الكتاب ده مهم كتاب ده اسمه هاي بيرفورمانس براوزر نيتوركينج اللي كتبه واحد اسمه إليا جروجريك ده كان اكس جوجل انجينير برضو وكاتب حاجات يعني هي فاندمينتل بس في نفس الوقت انت محتاج تفهمها حتى لو انشغال في الويب بقالك كتير على فكرة front end و back end انت محتاج ترى كتاب ده كتاب ده لو بتشتغل web developer in general في الويب محتاج تعرف البراوزر شغال ازاي خصوصا النتوركينج part النتوركينج part ده هو الانترائكشن بين front end and back end next لو انت بقى قادر شركتك تدفع سواء انت في اوروبا او مش في اوروبا ده the biggest performance conference موجود اسمه performance now ده بيحصل كل سنة هو بيحصل في امس دام انا محظوظ ان انا عشان موجود في هولندا بقدر ان انا يعني هتوصل مع الناس دي مش ده ده امس امس بس ده performance now ده طموحي ان انا اتكلم في عدد غفير من الناس حبرين اه بس ده ده كان بيكلم عن react من بس انا كنت بتكلم عن performance في react ده ده بقى يعني conference performance بس ما فيهوش حاجة تاني طبعا بتكلم في عملقة في performance الناس دي كلها ناس جمدة جدا في performance حتى لو انت مش هتحضر ممكن تدخل تبص على الصايد بتاعه اسمه perfnow.nl بتلاقي يعني لو بصت على كل سنة سيا دي برضو gde يعني 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 تواصل فيه ناس كتير منهم انا اعرفهم شخصيا بصراحة بس حاجة يعني حيلة بشكل غير عادي الكونفرنس دوت ولو شفت حتى الافتر فيديوز بتاعته لو ما دخلتش على الوبسايت ممكن تدخل على اليوتيوب وتسرش performance now conference اتفرج على يعني ساعات من الزهب الخالص زي ما بيقوله كلام في performance من بق expertise بجد يعني بعد كده دي بقى حاجة للناس اللي عايزين يبدأوا performance عندهم في الشركة ومش عارفين هيخنعوا الشركة زي زي invest ده سؤالك برضو يا حمد صح انت ليش شركة تختنع بحاجة زي دي انت حتى تدخل تقرأ كم مقال في دي دي حاجة برضو على web.dev web.dev slash tags case studies case studies ديت على web.dev عبارة عن شركات حققت نجاح كبير جدا في performance وبتحكي القصة بتاعتها هما نجحوا ازاي واستفادوا ايه يعني اكيد الشركات بتهتم بالفلوس فدول قالوا فرق معهم في اكيد بالضبط conversion rate قد ايه فلوس قد ايه loading time عمل ازاي الارباح بتاعتهم زادت عمل ازاي مثلا يعني فللينا روح لحاجة مشهورة يعني مثلا من جوه بقى لما تجي تفتح الكيس study نفسها هتلاقي انجينير هو اللي كتب الموضوع ده من جو دادي من الشركة صاحبة الكيس بيقول لك هما كانوا عامليني ازاي انا ماريتش المقال ده قبل كيس صراحة بس انا مش تسويقية صحي يعني دي بتبقى فعلا خالص غالبا يعني معظم الشركات انت عارف يا بتحب بس اللي هو احنا ايه عشان الشركة تبقى معروفة فيكتبوا مقال اللي هو ايه ما يعني مرومة عظم يعني ده ممكن يحصل طبعا بس اللي نطبع نقول لك ان web.dev ده اصلا managed by google engineers مش اي حد بكتب فيه اللي بكتب في web.dev لازم يكون moderated by google فجوجل مش هتوقع تمركت للناس ببلاش يعني فبتلاقي هنا الكيس طب احنا عملنا ايه عشان نحسن الكروب طب احنا عملنا ايه وصلنا لفين المترك الجديد عملت ازاي وconclusion بقى successful story وصلتنا لفين وهكذا 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 حاجة اللي جاوبتنا على السؤال بتاع newsletter كانت ايه تاني اسمها احسن newsletter اسمها caliber caliber بص هو بيسال عموما بقى في front end لو في برضو حاجات تانية caliber انت قلت متخصصها في performance صح performance اه هي بتاع performance newsletter لو تتكلم على front end in general بقى خليني اقول على web.dim لازم خليني لو تتكلم على newsletter في بقى حاجات منفصلة اللي هو مثلا css weekly javascript weekly واجتميل weekly والحاجات دي دي حاجات منفصلة front end في مثلا plural site ساعات بينزل حاجات content for free للقصة دي طبعا هو high quality content اجهد هو مش free اجهد however الcontent بتاعه انا بشوف انه هو من top notch content اللي موجود لانه هو to the point ما هواش مش بيشرح زي plural site مثلا theoretical بعد كي يعلمك لا وبقولك انت عايز تعلمي top script تعال 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 ويقولك بص تتعمل كذا 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 دايريكت مش بيلي في ويدور يعني بصراحة يعني ماغي مش حضرة قوي في ايه ممكن تعمل بس انا من لي لما انا بغلب في حاجة زي دي بصراحة بدخل على تويتر وبصرش على هاشتاج لل اللي انا عايزه وبلاقي نتائج كتير قوي او بلاقي ناس بيتكلموا في حاجة انا مهتم فيها فانا اما بفولو اما بشوفهم وبيقولوا في المواضيع الفرانية والناس كتير بتشكرك بصراحة على التوك الجميلة دي انا استمتعت يعني انا راجل باك اند بس صناعية الباك اند كنت مبسوط في حد بيسأل سؤال اخير هو بيقولك لو انت عندك الاجابة ما عندكش مش مش مشكلة انه ايه الفرق ما بين ريدكس و كونتكست اي بي اي حلو وده بعيدا شوان عن موضوع الحلقة خالص بس يعني حجوبك هو الفرق يعني هما الاتنين المفروض انه بيحقق نفس الفكرة فكرة انه يكون في او شيرد ستيت مانجمنت سيستيم الفرق ما بينهم ببساطة ان بي 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 او 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 فانت مش محتاج ان ان انت تدون لود سيرد بارتي زي الريدكس عشان خاطر تمنج الستيت انت في عندك سيستيم تستعمل context api بشكل ما في الكود فبتبدأ انك تحض فيها الديتا وبتشير الديتا ديت مع اي كومبوننت بيبدأ يسبسكرايب جو الكون او تحت الكون تيكس api في التري الريدكس الجانب التاني يعني كلمنا في القصة ديت كتير هو بتكلم برضو state management ولكن هو third party library لازم تنزلها separate ليها مشكلها وليها مميزاتها يمكن اكتر مميزة انا شايفها انك ستستعم الريدكس الديف تولز بتاعتها عظيمة لغا دلوقتي مفيش تول تانية اقناعتني بالديف تول بتاعتها زي الريدكس الصراحة بس لها مشكلها طبعا انا افلييت ريديكس بسبب ان انا كنت قليفت الكتاب الوراية دا اسموش باين كله انا اشتنى باينه او لا انا عملت دوم تقريبا فهو طلعب وره بس هو كتاب انا كنت قليفته بالانجل يعني ممكن تعملو على السكرين هنا انا عملت شير انا ممكن احاول لك هو فيديو كورس يسمو ريديكس 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 هو مش بالعربي يا جماعة فبس يعني انا متأكد ان الشرح هيكون عظيم انا مثلا يعني انا بحاول ان انا اشوف مثلا هو ظهر في جوجل بوكس بس هو هو فيديو كورس على اورايلي برضو لو انت عندك سبسكريبشن على اورايلي هو هنا برضو اورايلي في ناس كتير عندها سبسكريبشن عليه هو انا عامله مع باكت ببليشن هو على على اورايلي فلو عندك السبسكريبشن او ممكن تروح على عشرة ايام تجرب ام برضو اشن لو حد تفرج عن ده انا كنت عامله من سنة 2019 ف هو مش ابيت بصراحة بس تسعين في المائم اللي هو فيه او 95 في المائم طبعا طلع بعد كده حاجة اسمها ريداكس تولكت الناس ممكن تستعملها برضو بس يعني اه ايام ده شملس بلاج كده معلش اه بحبش انه احط الحاجات كده ايام انا بصراحة يعني انا بحاول اعرض لك الناس اللي بتشكرك ناس كتير جدا شكرا والله شكرا بالحلقة الاهم بقى ان احنا عايزينك انت ترجع تنزل تاني طبعا انا سعيد ان انت جيت معايا اتمنى ان انت تيجي مرات تانية كتير بس انا بالنسبة الاهم ان انت ترجع تنزل تاني على ال واضح ان في ناس كتير مهتمية بال ونفسهم يتفرجوا على حاجة بكواليتي المعتادة بتاعك بطريقة الناس اللي بتقدم محتوى كويس احنا نادرا ما بنلاقي بالذات المحتوى العربي انا عارف ان انت مركز شوية مع محتوى الانجليش فعالاقل انا بالنسبة لي لو هتنزل حاجة انجليش ادينا على طول واحدة عربي على طول بعدها او قبلها يعني جرب فينا بجد مش بهزر لو انت ناوي هتقول طوك طبعا معالهاش مثلا يعني اي اللي هي ما تكونش خلاص هي حاجة معينة ممكن بعدها تعمل الفيديو بالعربي ملخص حتى عن الطوك دي الناس هتستفيد جدا بما انك وريدي متابع ومتابع حتة في البرفورمانس انا متأكد ان ما فيش حد نهائي هيتكلم عنها في المحتوى العربي فياريت تتكلم يعني عن الطوكس دي وطبعا تنورني بقى لو عايز تيجي مرة تانية نتكلم بقى نجو دي باكتر من المرة دي انا كنت مخصوب جدا بصراحة يعني انا بستمتع بالحاجات اللي هي شوية مختلفة عن يعني عشان بحب انا اربط معلومات مختلفة يعني في دماغي عن مجالات مختلفة وفيه ناس سألوا برضو عن حاجات للموبايل انا ان شاء الله يا جماعة هنشوف ناس للموبايل انا يعني علاقاتي مش مش قدي كده بس هحاول اشوف ناس تكون يعني يعني على المستوى اللي انتم متعودين عليه ان شاء الله في الموبايل وبشكرك جدا انا متحط بصراحة يعني كانت حلقة ممتعة ليا كشخص بك ويادي ما توقفش يعني يعني ايه عايزين فيديو قريب اللي هو بقى ايه خد لك اسبوع اسبوعين بقى ما عرفش تنزل فيديو قريب التوك اللي انت قلت عنها يعني برضو بعت اللينك عشان انزل كل الريسورس اللي انت قلتها والتوك اللي انت هتعملها قلتها نتكلم عنها ونزلها بالعربي يعني بعدها نزلنا ملخص يا جماعة انا طلقت قلت كذا كذا بس الناس هتستفيد بإذن الله شكرا جدا يا حمد والله على الاستضافة وعلى الناس كلهم تابعوا برضو شكرا على تابعة الوقت اللي كله انا ما صدقتش اننا هنا نقاط ساعتين ونص يعني دلوقت ساعتين وتلتة هو الوقت تسحب من دينا جامد اتمنى يعني الناس فعلا تكون استفادت من الحلقة ديت ولو حد عايز اتواصل معايا في اي سؤال ما عرفنش نجاوب عليه دلوقتي انا مصلي اكتف على تويتر الهندل بتاعي ممكن برضو احمد حيبقى يحطه لكم يعني هي الموضوع البرفورمانس موضوع ما هوش صغير انا قلتلكم في البداية هو موضوع داسم شوية اللي احنا اخذنا دلوقتي في الحلقة ديت is the table of the iceberg احنا بس حبيت ان انا افرش كده اديكو البرفورمانس تا ايه واحنا بنعمل في ايه ونتكلم بشكل هاويفر لو انتو بقيتو حابين نتكلم في اي حاجة معينة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها لايت النهاردة بشكل ديب عرفوني لان انا كنت متردد لفترة ان نعمل يا جماعة هو كان محضر حاجات كتير اكتر من اللي قاله بس طبعا يعني هنوضل الصبح لو كده يعني هو قراني حاجات كتير جدا كان مجهزها فموضيع انا شايفها ممتعة جدا فلا اتكلم عنها حتى لو كل فترة فيديو اقول حاجة منهم مش لازم تطلع تقول زي المرة دي ساعتين لا اطلع عشر دقائق اتكلم خد مصطلح منهم فيديو عن كذا وانت مشاء الله يعني انت بحاجة بس تمسك المايك وتتكلم فكرني بألف يعني ألف في الحلقة بتاعته انا بس بتروا الحديدة وهو انطلق لا ألف دا وستيز انا يعني على قدنا يعني الناس تمتع بالموضوع اللي شبه دي لانه مش فيري كومن اننا يعني انا شخصيا ما عرفش اذا كان فيه حد تاني بيتكلم بالعربي في الperformance بس يعني دا موضوع دسم انا مش شخص بيتكلم فيه ومعرفش اذا كان فيه ماركت للناس ان هي حبة تسمع حاجة من لي ولا لا اذا كان دين من المواضيع اللي هما بيدوروا عليها اصلا ولا لا فلو بيدوروا عليها يعني ممكن ان شاء الله احاول ان انا اوفر وقت عارفة ان هما ما يعرفوش الكلام ده فانت بس اوجههم ف ده هيكون كافي وبشكرك جدا وخلاص انا اخذت وقت كتير عن الوقت المتفق عليه او الناس بتقول لك يا ريت يا ريت يا ريت شكرا جدا على صدافة مرة ثانية واتمنى ما توقفش اللي انت بتعمله شكرا يا حبي عالصر